أهلا بكم متابعي بوابة الفضاء أسرقت في هذا البث المباشر وبتعليق العربي للمؤتمر الصحفي الذي سيعلن عنه نتائج تجربة تصوير أفق الحدث لتجربة تصوير الثقب الأسود لأول مرة طبعا نرحب بجميع المتابعين الذين ينضمون إلينا الآن ونذكركم أننا نستقبل طبعا أسئلتكم وتعليقاتكم وأراءكم في الدردشة الجانبية طبعا شكرا جزيرا لجميع أعضاء فريق أسرقيت وارك الفضاء على المجهول الجبار في الأيام الأخيرة للتحضير لهذا الحدث الهام سأحاول طبعا ترجمة ما سيصرح به العلماء ما أمكن وشرح الأفكار بطريقة سليسة ما أمكن وأحاول الإجابة على الأسئلة في الأوقات التي يمكنني ذلك طبعا هذا الحدث التاريخي الهائل جدا وهو أول صورة بتاريخ البشرية سنرىها لثقب أسود لأفق الحدث لثقب أسود تحديدا لأن ثقب الأسود بحد ذاته لا يمكن رؤيته لكن يمكن مشاهدة خيال أو الظل الذي يتركه أفق الحدث لثقب أسود وهذا ما سنفعله الآن وطبعا بالمناسبة ندعو الجميع للاشتراك به القناة والتفعيل الجرس وليصلكم منها تنبيهات عند أي حدث فلكي أو أي بس لإطلاقات أو هبوطات فلكية كما يمكنكم مشاهدة الفيديوهات السابقة والاشتراك بالروابط لتجدونها في الوصف لمنصاتنا على الفيسبوك والتليجرام والواتساب والإنستغرام وغيرها من المنصات أيضا طبعا سنشاهد الليلة في وقت متأخر من الليل اليوم إطلاق فالكون هيفي فالكون السقيل حاملا ساتل عربسات 6A طبعا في الساعة العاشرة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت العالم الموحد أرجو منكم أيضا أن تكونوا موجودين لنتابع هذا الإطلاق لأقوى صاروخ موجود حاليا وهو الفالكون السقيل أو فالكون هيفي طبعا وحاملا ساتل عربسات وهو من الجيل الجديد المتطور جدا من السواتل موجود منه فقط واحد آخر في المدار هو أيضا مملوك لشركة عربسات بالنسبة لهذه التجربة الآن هذه التجربة طبعا تنبأ بشكل نظري العلماء من أيام آينشتاين ومن أيام كير وأيام هاوكينغ وغيرهم العلماء تنبأوا بوجود الثقوب السوداء وقاموا بتخيل بالحسابات وبالرياضيات ما يمكن أن يبدو عليه الثقوب الأسود لكن حتى اليوم لم نجد ولم نستطع تصوير صورة حقيقية يمكنها بالفعل تأكيد أو نفي هذه الاستمتاجات النظرية على الرياضيات نظرية آينشتاين للنسبية العامة طبعا التي تفسر الجاذبية تعطي تفسيرات دقيقة جدا جدا لكيف تعمل الجاذبية في السواتل وفي المدارات وفي الكواكب والنجوم وفي أنوية النجوم وأنوية الكواكب يعني تفسر السرعات التي تقترب من سرعات الضوء وغيرها من الأمور التي تفسرها وتعطينا حسابات دقيقة فيها بشكل كبير جدا لكن المشكلة هنا أن لم يتم اختبارها حتى الآن ضمن بيئات أو قرب بيئات ذات ثقالة عنيفة جدا وشديدة جدا قوة جاذبية هائلة جدا كما المنطقة الموجودة حول الثقب الأسود فلم يتم اختبار هذه النظرية والتجربة في هذه المناطق ذات الثقالة العالية جدا والشديدة لذلك هذه التجربة ستكون طبعا يعني محق حجر محق لهذا الأمر وإما أن تثبت نظرية أينشتاين مرة أخرى ودليل آخر طبعا هناك أدلة سابقة عليها مثل التعديس الثقالي والأمواج الثقالية التي اكتشفت في السنوات الأخيرة وكانت أيضا قفزة تاريخية للبشرية وغيرها من الأمور التي نستخدمها في حياتنا اليومية في جوالاتنا نستخدم تأثيرات نظرية نسبية والتأخير وتمدد الزمن عندما نتصل مع السواتل لتحديد الموقع مثلا تستخدم هذه الأمور وسنشرح عنها في فيديوات لاحقة فتخيلوا أن هذه الأهمية لهذه النظرية التي نطبقها في كل مكان إما أن تثبت تقتها في مناطق قريبة من أفق الحدث لثقب أسود أو أن تنتج الصورة الحقيقية تكون مختلفة عن السنتاجات النظرية والحسابات مما يدفع العلماء لتعديل النظرية وتطويرها وتوسيعها لتنطبق على المناطق التي تكون فيها الجاذبية ضخمة جدا طبعا أروى محفوظ أنا لم أبدأ الترجمة بعد أن أحاول فقط أعطاء مقدمة وفكرة عامة للمتابعين متابعين أستاذ العربي بما أن الكلام الذي يتحدثون عنه الآن يتحدثون فقط أن هذه لحظة تاريخية وأنهم يقومون بإجراء مؤتمر صحفي متزامن في كل أنحاء العالمي هذا ما كان يتحدث به الآن سنبدأ بسلسلة تكشف النتائج والصور لكن بداية سأستغل الوقت لتقديم فريقي أولا مونيكا لتعمل على النظرية لتصوير الثقوب السوداء وإدواردو روس من ماكس بلانك انستيوت وأنتون سينسوس مدير معهد ماكس بلانك للرصد الفلكي الراديوي وأيضا رئيس تجربة تلسكوب الأفق الحدث طبعا يشكر الكثير من الحضور المميز والعلماء الذين يحضرون هذا المؤتمر طبعا سأحاول هل عرضوا الصورة لم يعرضوا الصورة بعد يعني البث بعده في بدايته سيتحدثون عنها ويشرحونها ويعرضونها بشكل تدريجي الآن سيبدأون بالشرح ننظر الآن إلى الفضاء نحو المجرة ضخمة جدا 500 مليار كيلومتر مسافتها عن الأرض هذه المجرة التي يفترض أنها تحوي في مركزها الثقوب الأسود العملاق الكبير في المركز نلاحظ هنا هذه الصورة التي التقطناها للبلازما التي تنبثق وتندفع تنفث من مركز هذا الثقوب الأسود لم نصدق أن هذا الثقوب الأسود كبير حتى رأينا هذه الصورة الآن نشاهد هذه الصورة هذه الصورة لمركز الثقوب الأسود في مجرة M87 M87 ترمز لجسيمات ميسيه أو إجرام ميسيه هو الذي صنفها العالم الذي صنفها ميسيه عالم فرنسي فتسمى باسمه فهذه M87 هذه الصورة لقلبها لمركزها للثقوب الأسود في مركز مجرة M87 طبعا سنشرح هذه أول صورة في التاريخ للثقوب الأسود في التاريخ ما تشاهدونه هنا نتيجة لتعاون الكثير من الناس والعلماء مع بعض ربما شاهدتم الكثير من الصور للثقوب السوداء سابقا لكنها كانت كلها محاكاة أو تصوير على الكمبيوتر أما هذه الصورة فهي الصورة الأولى الحقيقية للثقوب الأسود ما تنظرون إليه الآن يبدو كأنه حلقة من النار أو الضوء لكنها فعلا تصنعها قوة الجاذبية وكيف يتحرك الضوء حول الثقوب الأسود ضمن دائرة دائرة الأقصر التي يمكن أن يعلق فيها الضوء حول الثقوب الأسود والقطر نسيت رقم القطر عشر مليارات كيلومتر عشر مليارات كيلومتر قطر هذه الدائرة لكن بهذه المسافة البعيدة جدا تبدو وكأنها كما قد تبدو ذبابة في لوس أنجلوس من واشنطن مثلا هذه الصورة مستقلة تماما عن النظريات والنمذجة التي كنا نتنبأ بها في ذلك هذه سيتم عن طريقها التحديد طبعا هذا الثقوب الأسود عملاق هو 600 مرة أكثر من 600 مرة وزن أو كتلة الشمس إذا قالوا لنا الكثير من العلماء أنكم لا يستحيل أن تروا الثقوب الأسود لا يمكن لذلك نعم هم على حق لا يمكن رؤية الثقوب الأسود لكن يمكنكم رؤية ظله وخياله وهذا طبعا عندما يختفي الضوء خلف أفق الحدث وينشئ هذه الخيالات السوداء التي نراها في المركز طبعا سأشرح ذلك بالتفصيل لأن هناك فكرة أن الثقوب الأسود وهذه مداخلة للشرح مني أن الثقوب الأسود يختفي في ظل نفسه يعني السواد الذي نراه هو يقف في ظل نفسه بسبب انحناء الضوء بالنسبة له وسنشرح ذلك بالصور طبعا هنا ما نشاهده أفق الحدث هو نهاية الزمكان نهاية الزمان والمكان هو نقطة العودة التي هي لحظة تاريخية تلهمني وهي لحظة مهمة جدا للفيزياء يعني الفيزياء كما نعرفها وسيشرح لنا زميلنا هنا أهمية هذه الصورة وهذه التجربة طبعا الآن سيعرضون بعد قليل الصورة للثقوب الأسود في مركز مجراتنا أيضا انتظروا ذلك الثقوب السوداء هي جزء من معرفتنا اليومية حتى الآن الطفل في عالمنا اليوم يعلم ما هو الثقوب الأسود لكن عندما سألت أحد العلماء أنه فقط هو الثقوب لا يمكن أن يشبع يبقى يلتهم المادة والطاقة لكن في الفيزياء هو أمر معقد جدا بسبب الميزات التي تتمتع فيها الثقوب الأسود الأول هو أنه في داخله هناك نقطة في مركزه تسمى المتفردة أو السنجولاريتي وهي تنهار فيها قوانين الفيزياء المعروفة لكن حولها تحيط على قطر حولها سطح كروي نسميه أفق الحدث هذا أفق الحدث هو السطح الذي لا يمكن للضوء أن يغادره لا يمكن لأي شيء في داخل أفق الحدث أن يستطيع مغادرة الجاذبية الثقوب الأسود والخروج إلى الخارج وهذا ما يصعب الأمور على العلماء لأن العلماء يحاولون معرفة كل شيء عن الكون فعندما تجد منطقة في الكون لا يمكنك أن ترى داخلها يعني يمكنك إجراء تجارب على ما يوجد داخل الثقوب الأسود لكن لا يمكنك أن تطلع على النتيجة التجربة وبالتالي هذا أمر مثير للحيرة وهذه طبعا ما أثار أيضا حيرة أينشتاين كيف تحاول فهم هذه الموضوع أولا بأن تقنع ذاتك بأن الثقوب السوداء موجودة وأن أفق الحدث موجود وهذه الصورة تثبت تلك طبعا لكن ربما تسأل كيف تعلمون أن هذا ثقوب أسود وهل هو لأنه يتوافق بشكل هائل جدا وتام مع التوقعات والنمذج التي كنا نقوم بحسابها على اليسار هنا ترون على اليسار الصورة الحقيقية وعلى اليمين الصورة التنبؤية التي قمنا بها قبل التقاط الصورة فتلاحظوا التماثل بينهما طبعا المخرج في المصدر لا يرينا الصور لسبب ما ربما يعرضونها بعد قليل طبعا المادة عندما تقترب من الثقوب السوداء تنضغط بقوة كبيرة وتسرع لسرعات هائلة جدا بحيث تتحول لبلازمة وعندما تنهار داخل الثقوب الأسود أو تقترب من الثقوب الأسود حتى تصبح بسرعات قريبة من سرعة الضوء يعني أعشار من سرعة الضوء وهذا طبعا يؤثر على الإشارات والموجات الرديوية التي نلتقطها منها طبعا سنشرح أيضا ذلك كيف التسريع ولماذا هناك قانون الفيزياء هو الحفاظ على الزخم الزاوي هذا ما يساهم في تسريع العظيم جدا لقرص التراكم حول الثقوب الأسود أن الضوء يمكن أن يأتي بكل الاتجاهات ويمكن أن يحنى ويكسر بالنسبة عندما يتعرب ويدخل ضمن أوساط معينة وضمن مجالات جاذبية وثقالة معينة من ذلك نحن الآن نقوم بعشرات آلاف الصور التوقعية والتمثيلية النمذجة لما نتوقع أن نرى الثقوب الأسود فيه وثم قارننا بينها وثم قارنناه مع الصورة الحقيقية نحن نقارن تنبؤات نظرية آنيشتاين النسبية مع الصورة التي نراها الآن حقيقيا طبعا عندما نحول ما نكتبه ومعادلات رياضية والنمذجة التي نقوم بكتابتها وحسابها الآن أصبح شيء ملموس حقيقة يمكننا رؤيته بشكل مباشر هذه خطوة أساسية في أي تقدم بشري طبعا سنشرح قادم الشرح بالتفاصيل وبالصور وبالفيديوهات خلال اللحظات لكن أحاول أن أقوم بالترجمة الآن وثم سأعطي وقتا للإجابة على أسئلة المتابعين طبعا أرجو الاحترام في الدرشة وإلا يمنع أي شخص يقوم بإرسال الشتائم في الدرشة أصدقائي يرجى الاحترام وأرجو أن تكون الأسئلة مفيدة وهارفة يمكننا بكل بساطة أن نلغي الدرشة بشكل كامل إذا كان الأمر خارج عن السيطرة طبعا سنشرح كيف بدأت هذه التجربة وكيف تم إنشاؤها طبعا وكيف قاموا بإجراء هذا القياس الهائل أنت لتقيس طبعا الثقب الأسود على هذا البعد الهائل وتحتاج دقة هائلة جدا لملاحظته تحتاج إلى تلسكوب بقيمة أو مرقاب بقطر الكوكب كاملا بقطر الأرض طبعا هناك تنسيق بين عشرة مراصد ثمانة منها كانت طبعا التقطت ساهمت بالتقاط الصورة كان هناك تنسيق بحيث أن تكون المراصد حول الأرض متزامنة تماما ومتوافقة بطريقة أنها تلقط صورة ذات دقة تماثل لو أنك التقطت هذه الصورة عن طريق تلسكوب بحجم الأرض لكن لأنها تلسكوبات متوزعة عند نقاط محددة بالأرض فأنك تلقط فقط تلتقط نقاط فقط من هذه الصورة وتكون باقي الصورة عبارة عن معلومات مفقودة غير موجودة فعليك أن تكمل هذه المعلومات المفقودة عن طريق أن الأرض والمراصد هذه تدور فأثناء دورانها تقوم برسم خطوط فهذه الخطوط سأعرض أحدى الصور التي تشرح ذلك بشكل أفضل هنا أتمنى أن تكون الصورة واضحة نشاهد هنا الصورة طبعا لو أنك تلتقط الصورة من سطح الأرض هذا مثلا لنقول مثلا أنك تلتقط الصورة هنا فإذا كان لديك تلسكوب هنا مقراب هنا ومقراب هنا ومقراب هنا فأنك تلتقط للصورة فقط نقاط معينة منها يعني أنت تكسب بهذه الطريقة أو بهذه التوزيع وشبكة المراقي فأنك تكتسب دقة عالية جدا يمكنك رصد أشياء صغيرة جدا تماثل أن ترصد مثلا تفاحة على سطح القمر من الأرض هذه الدقة التي نحاول رصد أفق الحدث فيها الآن في هذه التجربة لكن المشكلة هنا أنك لن تستطيع أن ترصد الصورة كاملة بل سترى منها فقط عدة نقاط هي بمثابة النقاط للمراقب التي لديك فأنك تشاهد منها فقط بضع النقاط سنعرض الآن صورة أخرى قد توضح الفكرة بشكل أفضل مع دوران الأرض طبعا هنا مع دوران الأرض وهذه الشبكة من المراقب سترسم هذه الخطوط الجانبية طبعا وهذا الشرح مني أنا ليس من البث الأصلي بالمناسبة هذه الخطوط التي ترسمها فأنك تشاهد فقط أجزاء هي الأجزاء الزرقاء من الصورة فقط أما الأجزاء البيضاء ستكون عاتمة ومجهولة وغير موجودة في الصورة فتستخدم حواسيب ضخمة جدا لمحاولة فهم واستنتاج الصورة الكاملة من هذه الأجزاء أو القطع الصغيرة منها كما لو أنك تحاول أن تحذر أغنية مثلا يتم عزفها على بيانو فيه فقط ثلاث أزرار عشوائية شغالة وتعمل والباقي الأزرار معطوبة فأحد العازفين يعزف أغنية عليه وعليك أن تحذر هذه الأغنية بسماع فقط بضعة نغمات أو بضعة أزرار من هذا البيان أو هذا البيانو فهذه صعوبة التجربة واستغرق طبعا عملية معالجة الصور أكثر من تقريبا سنتين سنة وعدة شهور الصور عادة ما كانت تحلل بشكل دقيق علميا بالتأكيد وما تعلمناه الآن من هذه الصور ومن البيانات التي وردتنا التي تم يعني التي أرسلت كإرفاق لهذه البيانات وإرفاق لهذه الصور والتحليلات على مدى أربعة أيام نرى بالضبط الحلقة الضوئية والصورة تقريبا متشابهة لكننا قصنا حجم هذه الحلقة خلال أربعة أيام لم يتغير أيضا لاحظنا التباين بين الحلقة والخلفية المعتمة لكن التباين كان كبيرا جدا كما توقعنا بالحسابات بالنسبة لخيال الثقب الأسود لكن هناك شيء غريب أنه ليست حلقة كاملة بل حلقة أكثر سطوعا من الجهة السفلية وليست من الجهة العلوية طبعا أنا أعتذر أنني لا أعرض الصورة لأن المخرج الأساسي للمصدر لا يعرض ذلك يعني المشكلة ليست عندي ربما تكون هذه السطوع والاختلاف السطوع ناتج عن دوران معين ربما هو دوران الثقب الأسود أو دوران المادة حول الثقب الأسود لحساب بالضبط سرعة هذا الدوران طبعا لا يمكن لهذه الصورة أن تحسب منها بشكل دقيق الدوام لكن يعطينا جهة الدوران تقريبا أو تصورا عنه لو تصورا بدئيا نحن الآن ننظر في هذه الصور إلى خيال أو ظل الثقب الأسود وينطبق تماما هذه الصورة نطبق على التحليلات التي كنا نتوقعها الآن سأعطي المنصة لمسؤول تجربة مقراب أفق الحدث ليحدثنا عن مستقبل هذه التجربة وما سنفعله أيضا طبعا سأعرض الكثير من الصور والشرح حتى بعد نهاية المؤتمر لذلك أرجو من المتابعين أن يكونوا معنا وصابرين قليلا هذا الثقب الأسود في مركز مجرة M87 والثقب الأسود في مركز مجرتنا دربة تبانا سيعطي دفعا للبحث العلمي والنقاش الذي يعزز ويقنعنا بالنظريات الموجودة حاليا بالفيزياء أكثر الآن يمكن لأي عالم حول العالم أن يتأكد من النتائج التي قمنا بها كيف قمنا بهذه التجربة؟ قمنا بالتنسيق بين عدة تلسكوبات شبكة من التلسكوبات أو المراصد الراديوية طبعا طول موجة المايكرو أو الميليمتر يعني طول موجة الميليمتر وهي تسمى بين المايكرو ومايكرو وإنفرا ريد بالمناسبة سنعرض صورة تشرح ذلك بالتنسيق بينها جرى طبعا طبعا سأعرض أحد الصور هنا توضح لا أدري أين الصورة التحضير لهذا الرصد أخذ وقتا طويلا طبعا وبدأ منذ أربعين سنة عندها بدأت بإنشاء هذه المقاريب الضخمة وفي 2017 بدأ عمل الفريق في هذه التجربة هذه التجربة ناجحة جدا كانت وهذه قصة ليست قصة لفريق واحد أو لبطل واحد بل لكن هناك الكثير من الأبطال في هذه القصة أشجع وأحيي طبعا كل العاملين على هذا المشروع والجميع الذين هم في الغرفة الآن كيف يمكننا في أوروبا أن يتحدث عن أمور ربما لا تهم كثيرا للمتابعين لدينا سأحاول أن أعرض أحد الصور هنا هذه الصورة وجدتها يعني أنا عفوا أحاول أن أجد الصورة المطلوبة يتحدث الآن باللغة الفرنسية سأجيب على بعض الأسئلة أيضا أصدقائي لم أجد الصورة المطلوبة طبعا لإيجاد دقة كافية لتصوير هذه الصور كان هناك على العلماء العمل بطريقة مذهلة للتنسيق بين هذه المراسط الثمانية التي نراها هنا في أريزونا SMT في أريزونا في الولايات المتحدة وSBT في القطب الجنوبي وSMA في هواي وألمى في تشيلي مرصد ألمى المشهور في تشيلي في أمريكا الجنوبية وBV في إسبانيا وGCMT في هواي أيضا وLMT في المكسيك وABEX في تشيلي وأيضا هناك أعتقد في فرنسا مرصد في فرنسا ومرصد آخر في منطقة أخرى نسيتها طبعا هذه المراسط تم التنسيق بينها لإنتاج هذه الصورة طبعا هذه التجربة هي كما أنك لو تريد تشبيه مثلا أو تصوير شخص معين أتت الشرطة مثلا وجلبت مثلا أربع أو خمس رسامين أعطتهم مواصفات بسيطة جدا نقاط بسيطة لوصف لمشبوه به مثلا وقاموا بالطلب من كل الرسام على حدة بدون أن يعرف ما يقوم به أو ما يرسمه الرسام الآخر بأن يتخيل وصفا لهذا المشبوه فهناك عدة أوصاف وعدة نماذج قدمها هؤلاء الرسامين مثلا ثم نقوم بمقارنة هذه النماذج وهذه الصور والرسمات مع بعضها إذا وجدنا التشابه وشبه التطابق بينها هذا يعزز أن هناك ثقة كبيرة فيما نقدمه طبعا أما إذا كانت هناك اختلاف بينها فهذا يدل أن النمذجة الموجودة لدينا والنظرية الموجودة لدينا لا تعطي وصفا دقيقا ثم يتم مقارنة ذلك بالصورة الحقيقية لنعلم الفرق بين النظرية التي نحن لدينا والتي تنتج عنها الحسابات والنمذجة وبينها الصورة الحقيقة لنعلم هل الفيزياء التي نعلمها اليوم والتي لدينا اليوم دقيقة حول الثقوب السوداء أم تحتاج لتعديل وتحتاج لتطوير وليست دقيقة كفاية طبعا هذه الصورة تثبت أن هناك دقة كبيرة لنظرية نسبية العامة لإنشتاين حول الثقوب السوداء البراصد الثمانية كما قلنا أريزونا وإسبانيا وفرنسا والمكسيك وتشيلي وهواي والقطب الجنوبي وتجميع هذه المعلومات والمعالجة في معهد MIT في أمريكا طبعا لأن المعلومات كانت هائلة جدا المعلومات كانت تقريبا بحجم 72 بيتا بايت أعتقد 72 بيتا بايت من البيانات لا يمكن للأنترنت أن تنقلها تخيل أن شبكة الأنترنت كلها لا يمكن أن تنقل هذا الكم من البيانات لذلك جرى نقل هذه المعلومات عن طريق مخدمات كاملة مليئة بالأقراص الصلبة والهارد درايف وتخزنت المعلومات عليها ثم نقلت بالطائرة من القطب الجنوبي ومن تشيلي وجمعت في معهد MIT للتحليل فتخيلوا أن هذه المعلومات تكمل هذه المعلومات لا يمكن للأنترنت أن تنقلها كان هناك جمع لـ 64 جيجا بيت من البيانات تسجل في المرقاب الواحد في الثانية الواحدة يعني كل مرقاب من هذه المراقب الثمانية سجل في الثانية الواحدة 64 جيجا بيت وتمت المراقبة على مدى أربعة أيام فتخيل الكمية الهائلة للمعلومات طبعا الدقة المطلوبة لهذه الصورة سأحاول أن أعرض بعض الصور وبعض الفيديوهات يعني لأن أعتقد أن الآن يقومون بهذه الصورة هي نشاهد علي اليسار في الصورة الكبيرة في المركز علي اليسار إذا تخيلنا مصدر للضوء يدور حول الثقب الأسود والآن نحن ننظر إليه من الأعلى ثم نميل نميل ثم ننظر إليه من الجانب هل الصورة واضحة؟ الآن ننظر إليه من الجانب لاحظوا كيف هنا تبقى هذه مرتفعة بهذه الطريقة هنا الآن من الأعلى نحن ننظر إلى الثقب الأسود من الأعلى وهذه البلوب أوفلايت أو البقعة الضوئية أو المادة التي تصدر الضوء تدور حوله مثلا لأن المادة عندما تضغط وتدور بسرعة كبيرة تتحول بلازمة تصدر ضوءا يعني تصبح مثارتة وتصدر ضوءا فعندما تدور حول الثقب الأسود نلاحظ أنها تدور بهذه الطريقة ونلاحظ هنا انعكاس لها يعني إذا كانت هي تدور هنا نلاحظ انعكاس غريب في هذه المنطقة هنا لها ناتج أن الضوء يخرج من خلف الثقب الأسود ويأتي إلينا من هذه الجهة يعني يخرج إلى الخلف ويدور من خلف الثقب الأسود يحنيه الثقب الأسود يجذبه ويعيده إلينا لنراه في المنطقة العلوية هنا بينما هي في الحقيقة هنا نحن نرى خلف هذه المنطقة إذا كان هناك شخص واقف هنا وينظر إلينا فهنا نرى خلف هذا الشخص نرى ظهره منعكسا هنا لأن الضوء ينعكس بهذه الطريقة فعندما تدور في الأعلى تدور بهذه الطريقة ونلاحظ هنا كيفية دوران هذه البقعة الضوئية والإنعكاس التي تورد وأعتقد أن هذه البقعة الضوئية وهذا الإنعكاس الخلفي لها ليس العكس ثم نشاهد هنا الإضاءة بالنسبة ل يعني إذا اعتبرنا فقط تأثيرات العدسية ثم هنا إذا اعتبرنا أيضا معها التأثيرات السرعة والنسبية السرعات النسبية العالية للدوران حول الثقب الأسود فعندما ننظر إليها من الأعلى تكون بهذا الشكل عندما ننظر إليها من الجانب لاحظوا كيف إذا نزلنا إلى الجانب فما نرى هو أن هذا القرص حول الثقب الأسود من هنا يصبح متسطحا لكن من هنا يبقى متمددا ويبدو أنه واقف بشكل شاقولي وهذا صورة خادعة هذه ليست حقيقية فعليا القرص هو قرص عاديا لكن الضوء المنبعث من القرص إلى الأعلى وقادم باتجاهنا فهو يحنى باتجاهنا فنراه أعلى مما يجب لنعتبر أننا هنا في هذه المنطقة وننظر إلى هذا الثقب الأسود وهذا القرص التراكمي حوله الضوء المنبعث إلى الأعلى من هنا يقوم الثقب الأسود بحينه بهذه الطريقة وينتج إلينا فعندما ننظر في هذا الخط النظر هذا فإننا نرى المنطقة هذه من القرص المنطقة الخلفية من القرص نرىها مرتفعة هنا فوق ونرىها أيضا تحت يعني نرى هنا انعكاس لها في الأسفل لذلك نشاهد أن هناك حلقة بهذه الطريقة وهناك حلقة إلى الأعلى وإلى الأسفل نشاهد انعكاس هنا هذا الانعكاس الذي في الأسفل هو فعليا الضوء المنعكس من خلف أو من ظهر هذه العفوا هناك إزعاجات في التعليقات أعتذر طبعاً للمتابعين عن من يدخل ويحاول تشويه هذه الأمور سأحاول الإجابة على الأسئلة قرر الإمكان بعد انتهاء الشرح أعتذر طبعاً عن المشكلة طبعاً لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من التنبيهات دائماً والإعجاب في هذا المحتوى إذا نال إعجابكم طبعاً نعود للشرح هذا الضوء الذي ينبعث من خلف هذه البقعة فأنه يدور حول الثقب الأسود ونراه من الخلف فعندما تكون هذه البقعة هنا خلف الثقب لاحظوا أنها عندما تكون خلف الثقب نشاهدها بهذه الطريقة عدسة ثقالية تصبح كدائرة كحلقة حول الثقب لماذا؟ لأن الضوء المنبعث من هذا الجانب يحنيه الثقب والضوء المنبعث بهذه الجهة يعني فكل الضوء الذي ينتشر بعدة جهات على شكل دائرة يحنيه الثقب ويتجه إلينا في الانراه على شكل هذه الحلقة طبعاً أتمنى أن تكون الصورة واضحة هذه طبعاً المحاكات للحسابات لنظرية نسبية العامة لأينشتاين وهناك طبعاً تأثيرات تأخذ بالحسبان لإنحناء الزمكان وللسرعات لأن هذه المادة تدور بسرعات قد تصل إلى نصف سرعة الضوء مثلاً أو أعشار من سرعة الضوء وهذه سرعات هائلة جداً هذا ما يجعل طبعاً بالمناسبة للذين هم مختصين بالفيزياء نرى أن الضوء هنا في هذه الجهة اليسارية أقوى بكثير من الضوء على اليمين ضوءه خفيف جداً والسبب أن الثقب الأسود والمادة التي تدور حوله تدور بهذه الطريقة يعني هذه المنطقة تدور باتجاهنا فتأثير دوبلر أو أنزيح دوبلر على الموجات الراديوية التي تنطلق منها والضوء الذي ينطلق منها يؤدي لتعزيز وتقويتها ورفع شدة هذا الضوء بينما المادة هنا هي تبتعد عنها وتتجه بسرعة كبيرة مبتعدة وبالتالي تصبح الفوتونات التي تطلقها متباعدة أكثر وبالتالي الضوء فيها أخف وأضعف لذلك نرى بمعرفة أن المنطقة على اليسار أكثر إضاءة من المنطقة على اليمين نعلم أن الثقب يدور بهذه الجهة لو كان الضوء أكبر وأقوى على اليمين منه على اليسار فنعرف أن الثقب الأسود يدور بأجهة المعاكسة وبالتباين وفرق هذه الإضاءة نعلم سرعة أو نقدر تقريبا سرعة الثقب الأسود سنعرض فيديو آخر يشرح بعض الأمور أيضا هذه طبعا الكثافة تمثيل الكثافة الأحمر هو الكثافة جدا الكثيفة جدا بنسبة واحد يعني بنسبة واحد وهنا الزرقاء بنسبة صفر فاصل صفر سبعة ونلاحظ كيف يتم هذا القرص التراكمي كيف تتجمع وتتسرع المادة حول التقبل الأسود طبعا السبب الذي يدعو المادة التي تتحرك هنا ببطء بأن تتحرك هنا بشكل سريع هو أن هنا الطاقة التي تحملها الطاقة الحركية هي تتعلق بسرعتها الزاوية هنا مع ذراع الموجودة لأنها تدور على ذراع واسعة جدا عندما تقترب الذراع يعني الزخم الزاوي لهذه المادة يكون ثابتا الزخم الزاوي بالفيزياء يبقى ثابتا ومنحفظا لكن عندما تقصر الذراع وتصبح المادة أقرب إلى مركز الدوران أو للثقبل الأسود فبشكل طبيعي في الفيزياء تتسرع هذه المادة وتدور بشكل سريع يمكنكم تجربة ذلك مثلا لو تخيلتم متزلجا على حلقة من الجليد مثلا عندما يدور هذا المتزلج ويمد يديه وذراعيه بشكل كبير وبعيد عن جسمه يكون دورانه بطيئا عندما يجلب ذراعين إلى الداخل فجأة يتسرع دورانه أيضا عندما نشاهد السباحين الذين يغتصون من أماكن عالية عندما يغتصون ويقومون بالقفز من منصة عالية نحو الماء أولا يكون جسمهم مبدودا ثم يجعل جسمهم بأقرب شكل ممكن للكرة يعني يكورون أنفسهم بشكل ضيق جدا هذا يجعلهم يلتفون بسرعة كبيرة فستشاهدهم يدورون عدة لفات ثم يعودون ويمدون جسمهم مرة أخرى ليبطئ سرعتهم ويهبطوا بالماء بالشكل الصحيح فهذه طبعا تأثير انحفاض الزخم كما شرحناه وهذا أيضا ينطبق بالمناسبة لتأثير المرجوحة يعني كلنا نركب المراجيح وعندما نقوم بالحركة في المراجيح ومد أرجلنا وطي أرجلنا في المرجوحة في أماكن معينة من اهتزازها فإننا نساهم بزيادة الزخم الزاوي لهذه المرجوحة وبتالي فإنها تزداد قوة هذا نعلمه طبعا عندما كنا صغارا دون أن نفهم السبب الفيزيائي خلفه سأحاول الآن الإجابة على بعض الأسئلة هل هناك أسئلة في فريق أستروغيت أصدقائي أنا ستارق سمرغانم أرجو منكم أن تضعوا بعض الأسئلة المميزة لنقوم بالإجابة عليها سأعرض فيديو آخر يشرح هنا نشاهد طبعا أن طبعا هذه الصورة نفسها لنفس السقب الأسود لكن نشاهدها بعدة أمواج بأطوال موجة مختلفة فلدينا نبدأ في العشرة في الواحد فاصلة تسعة أو الواحد ضرب عشرة عفوا لستمتأكد من هذا الرقم لكن طول الموجة هو في حوالي الواحد مليمتر من العشرة مليمتر إلى الواحد سنتيمتر أعتقد فالآن نشاهد أن طول الموجة عندما يتم تقصير طول الموجة للضوء المرسود يعني عندما نرسل الضوء المنبعث هنا من موجة مثلا طولها واحد سنتيمتر يعني لنقل مثلا بالموجة مثلا تحت الحمراء فإن نشاهد المنطقة هذه منطقة القرص التراكمي أو أكريشن ديسك كما تسمى بالإنجليزية ومنطقة الانبعاثات أو البلازما جيتس أو انبعاثات البلازما التي تخرج من القطب طبعا بسبب أن المادة تؤين وتقذف ضمن حقول مغناطسية عنيفة جدا يصنعها الثقب الأسود في دورانه فيقذفها من القطبين لأن منطقة ضعف الغلاف المغناطسي أو المجال المغناطسي للثقب الأسود هي في القطبين فتنطلق بسرعات هائلة جدا في ما يسمى الانبثاقات أو البلازما جيتس أو انبثاقات البلازما من قطبين الثقب الأسود لكن هذه المواد طبعا لا تدخل في الثقب الأسود لا تدخل ضمن أفق الحدث الذي يدخل ضمن أفق الحدث لا يمكنه أن يخرج أبدا لكن هذه تكون متقترب جدا من أفق الحدث تسرع وتشحن ثم تطلق إلى الشمال أو إلى جنوب حسب شحنتها هذا نرىه طبعا في الإنفراريد أو في الأشعة تحت الحمراء نرى هذا الشكل لكن لو نزلنا طول الموجة إلى المليمتر بدلا من سنتيمتر نزلنا طول الموجة الضوئية ترديجيا فإننا نصبح هذه المواد شفافة غير مرئية بهذه الموجات ويظهر لدينا ثقب يعني أفق الحدث للثقب الأسود كما نشاهد هنا عندما ننزل في هذه الموجة إلى الواحد مليمتر فإننا نشاهد هذه الصورة التي التقطناها وعرضناها قبل قليل فنلاحظ هنا كيف بنزول الموجة فإننا نرى بنزول طول الموجة بتصغير طول الموجة فإننا نرى يعني كأننا نخترق ونرى داخل يصبح هذا الغبار حول الثقب الأسود والقرص التراكم يصبح شفافا المركز أين المركز سامي صديقي المركز السنجولاريتي هو داخل الثقب الأسود لا يمكن مشاهدته لا يمكن رؤيته لا يمكن رصده أبدا لماذا لا يتم تصوير النجوم والكواكب هذه التقنية لدراستها هذه التقنية يعني لا تعطي وضوح لا تعطي دقة وسأشرح ذلك أيضا بل تعطينا يعني تعطينا يعني يمكننا أن نشاهد أشياء بعيدة جدا وأشياء صغيرة جدا لكن لا تعطينا أبدا وضوح في الرؤية الصورة التي نشاهدها أبدا لا تكون واضحة يعني كأنك تشاهد صورة لشخص مثلا أو لمشهد طبيعي الصورة كلها مشكوقة ويوجد هناك فقط عدة نقاط منها واضحة فقط والباقي أسود ويجب أن تحذر أنت وأن تتخيل وأن تستنتج الصورة الأصلية الصورة الرسمية سأشبه ذلك بتمثيل الموسيقى مثلا لو أردنا أن نعزف أغنية على الموسيقى هنا نشاهد ذلك هذه نسمع الآن موسيقى نعزفها باستخدام فقط بضعة يعني إذا اعتبرنا هذا بيانه وهناك مثلا يعني كل هذه الأزرار معطوبة غير ممكن استخدامها ويستخدم فقط الأزرار الزرقاء والحمراء هنا فهذا ما نسمعه هذا تشبيه مماثل لما نقوم به بهذه التجربة فيجب علينا أن نحذر هذه التجربة هذه الصورة أو هذه الأغنية كلما زادت عدد المراصد التي تقوم بالرصد حول الأرض الآن لدينا ثمان مراصد قامت بهذه الصورة لو كان لدينا مثلا عشرين مرصد فتخيل أن لدينا عشرين نغمة فعالة والباقي متعطل والباقي معطوب فبهذه الطريقة يمكننا أن نعرف وأن نستطيع تحديد الأغنية بشكل أفضل استمعوا للأغنية سأصمت قليلا لتستمعوا إلى الأغنية بشكل واضح الآن هنا عندما تعزف الأغنية بشكل كامل على كامل بيانو كل المفاتيح فيه تعمل بشكل تمام فإننا نسمع الأغنية بدقتها الكاملة وبطريقتها الكاملة طبعا هذا يماثل لو أننا جعلنا صنعنا مقرابا راديويا بحجم الأرض كلها بحجم سطح الأرض بشكل كامل لو أننا مثلا ملأنا سطح الأرض بالمقرابات والمراصد يمكننا رؤية الثقب الأسود بوضوح حائل جدا وبدقة مئة بالمئة أما الآن ما يفعله العلماء كما أعود لهذه الصورة لتوضيح ذلك فهو أننا لدينا فقط عدة مراصد عند مراصد هنا ومراصد هنا ومراصد هنا ومراصد هنا يقومون بإرجاء الرصد فنرى من الصورة الصورة كلها هنا معلومات مجهولة غير موجودة لدينا لكن نرى هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة ونقاط عند أماكن الرصد لكن بما أن الأرض تدور على مدى أربع أيام فهي تدور أربع دورات فهذا المرصد هنا فإنه سيرسم خطاً سيرسم دائرة وهذا المرصد هنا سيرسم دائرة وهذا أيضاً سيرسم دائرة فينتج لدينا هذه الصورة وهي عبارة عن دوائر لحظة لأعرض الصورة ينتج لدينا هذه الدوائر هذه الخطوط فما نراه فعليا من الصورة الحقيقية هو نرى منها هذه الخطوط والباقي هو أجزاء مفقودة من البازل أو من الأحجية فتجرى مراجعات ومحاكيات وتجميع لهذه المعلومات بشكل جدا بخم باستخدام كمبيوترات فائقة حواسيب فائقة لإستنتاج الصورة الكاملة لتكميل وتعويض النقاط المفقودة من الصورة سأعرض الصورة مرة أخرى أصدقائي إذا أمكانا أعتقد أنها هنا أعتقد أن هذه إحدى الصور لكن هذه المحاكاة ليست الحقيقية أعتقد كيف أنه يدور ولاحظوا أن الصطوع في الجهة اليسارية أعلى من اليمينية وذلك لأن بهذه المنطقة المواد تتجه نحونا بقوة بسرعة تقارب يعني أعشار ترعة الضوء والتالي تكون ضوءها أقوى بكثير نتيجة انزياح التأثير طبعاً تأثير دوبلر وانزياح الراديوي بينما في هذه المنطقة تكون أضعف من الانبعاث المفروض لو كان الصقوب مثلاً ثابتاً ساكناً لا يدور فتصبح مثلاً كلها بسطوع متساوي كحلقة كما نعلم مثلاً من السيلا نحاول الآن نعرض هذا القرص الصوت يتقطع الصوت يتقطع هل الصورة واضحة الآن؟ ما نرى هنا هو القرص التراكم حول الثقب الأسود وكيف يتجمع وهذه الخطوط التي تتحول فيها المادة لبلازما بسبب أنها تتسرع لسرعات هائلة جداً لأنها هنا تتحرك بسرعة عادية لكن كلما اقتربت فإن الزخم الزاوي لتحافر على طاقتها وعلى الزخم الزاوي لها فإنها تصبح هنا تحرك بسرعة أسرع وهذا طبعاً سبب الأعصير على الأرض بالمناسبة نفس السبب الفيزيائي للأعصير على الأرض لماذا تدور الأعصير بشكل دوامي على الأرض؟ بسبب أنها عندما تقترب من منطقة من خط السواء إلى الشمال مثلاً تتجه إلى الشمال بشكل عامودي على خط السواء إلى الشمال مثلاً فإنها تتجه من نقطة تدور فيها بسرعة كبيرة جداً وهي دوران الأرض حول خط السواء وهو دوران سريع تقترب إلى منطقة فيها سرعة الأرض أبطأ منها والتالي تصبح الرياح تسير إلى الشرق بسرعة أسرع والتالي تنحني نحو الشرق بينما لو اتجهت من منطقة مثلاً من أوروبا أو من أمريكا أو من الوطن العربي إلى الجنوب إلى الخط السواء فإنها ستتجه نحو الغرب وتقوم بتلتف بهذه الطريقة هذا التأثير تأثير كوريولوس كما يسمى هو ناتج عن نفس السبب الفيزيائي وهو انحفاظ الزخم الزاوي كلما اقتربت المادة من الثقب الأسود تصبح بسرعة أكبر وأكبر وأكبر وعندما تلتحن بثقب الأسود نضعف سرعتها لسرعة دوران الثقب الأسود وتزيله سرعة اشرح ما هو الثقب؟ الثقب الأسود هو منطقة تصل فيها الكثافة لدرجة عالية جداً بحيث أن الجاذبية فيه قوية جداً لا يمكن للضوء بسرعة الضوء أن يهرب من جاذبيته إذا دخل ضمنها أفق الحدث يعني نعلم أنه مثلاً كلما لو لدينا القمر جاذبيته سدف جاذبية الأرض الأرض أكبر فيها كتلة أكبر من القمر وبالتالي الجاذبية ستة مرات أقوى من جاذبية القمر الجاذبية المشتري أقوى بكثير من جاذبية الأرض الشمس جاذبيتها أقوى بكثير من جاذبية الكواكب ومن جاذبية المشتري وابتالي إذا أردت أن تخرج من مدار الشمس إذا علقت في مدار حول الشمس وردت أن تخرج فأنك تحتاج لسرعة أكبر لتخرج فكلما زادت الكتلة زادت الجاذبية وابتالي أصبح الشد الثقالي والجاذبي الذي يجذبك إلى الداخل أعلى وابتالي تحتاج إلى سرعة أكبر لتخرج منه لتخرج من جاذبية ثقب أسود إذا كنت على بعد ضمن منطقة أفق الحدث فأنك تحتاج لأن تسير بسرعة أسرع من الضوء وهذا مستحيل حسب نظرية أنشتاين والفيزياء الموجودة لدينا حاليا هناك إثبات أنه لا يمكن لأي شيء أن يتحرك بسرعة أسرع من سرعة الضوء وبالتالي لا يمكن لأي شيء أن يخرج عندما يدخل ضمن الثقب الأسود أو ضمن أفق الحدث للثقب الأسود فهذا بالمبدأ الثقب الأسود لكن هناك تفاصيل تقنية سندخل الآن بها هي للمهتمين أكثر والمحتصين نوعا ما في الفيزياء أولا نريد أن نشرح فكرة أن مثلا الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا هو ساجتاريس A أستريك أو نجمة ساجتاريس A نجمة هو ثقب أسود موجود عملاق جدا هائل ضمن مركز مجرتنا وكل مجرة تدور حول هذا الثقب وهو يبتلع كميات هائلة من النجوم في كل لحظة هذا الثقب الأسود يدور بسرعة تصل إلى نصف سرعة الضوء تخيلوا هذا تخيلوا أنه يدور بسرعة نصف سرعة الضوء سرعة الضوء وكما أنه يدور بسرعة نصف سرعة كما كنا نعتقد الأشياء يمكن أن يخرج من سرعة الضوء بما إلى الخارج ومعاً إلى الإنسان لذا، إذا كنت تشعر أن أنك في سرعة الضوء لا تدور بسرعة الضوء نعرض هذه الصورة للثقب الأسود وهذا ما نراه هنا الحلقة الحمراء هي طبعاً في داخلها توجد السنجولاريتي كنقطة أو المتفردة نقطة داخلها ثم هناك أفق الحدث الذي يعتبر في هذا الخط الأحمر المنقط هنا والذي لا يمكن للضوء أن يخرج منه ولا لمادة ولا لأي شيء أن يخرج منه ثم لدينا هنا الإكريشن ديسك القرص التراكمي ولدينا أيضاً هناك تفلطح قليل أفق الحدث هنا الخارجي هناك أفق حدث داخلي أفق حدث خارجي طبعاً هذا يرتبط بأن هناك مثلاً دائرة هي دائرة الضوء يعلق فيها الضوء يصبح فيها في مدار دائرة محددة للضوء تكون سرعة الإفلات منها أو سرعة هذا المدار كما نعلم دائماً في الأرض وفي الإطلاقات السابقة كما شرحنا لكل مدار سرعة محددة فلهذا المدار على هذا البعد من ثقب أسود له سرعة محددة تماماً هذه السرعة هي سرعة الضوء تماماً عندما تتساوى مع سرعة الضوء فأن الضوء يعلق في دائرة ثابتة دائماً يبقى بها لا يمكنه أن يسقط في الثقب الأسود ويبتلعه ولا يمكنه أن يخرج منه يبقى عالقاً في هذه الدائرة فلو وقفت مثلاً لو وقفت في هذه الدائرة ونظرت إلى هذه الجهة فسأنك ستشاهد أمامك ستشاهد ظهرك ستشاهد ظهرك ضوء المنبعث من ظهرك سيتشف هذه الطريقة سيدور حول الثقب الأسود ثم سيدخل في عينيك فتراه من الأمام فسترى ظهرك أمامك تخيل هذا هذا بالنسبة لهذه الدائرة طبعاً هناك دائرة أوسع منها وهي الحد الأدنى للمدار الثابت للمادة يعني لا يمكن للمادة أن تقترب ضمن هذا المدار دون أن يبتلع على الثقب الأسود وذلك طبعاً نتيجة التأثير كما تسمى بالإنجليزية أو الامتطاط سنشرح ذلك بصورة أخرى أحاول أن أعرض بعض الصور سأحاول أن أعرض بعض الصور لـ هنا نشاهد هذا التأثير سأعرض صورة توضح ذلك بشكل أفضل نجد هذه الصورة مثلاً لاحظوا معي هذه الصورة هنا هذه المسارات هي مسارات الضوء نعلم أنه يسير بمسار مستقيم وهذه المسارات هي فعلياً مسار مستقيم يعني بالنسبة للضوء بالنسبة لأي شخص ينتقل هو مسار مستقيم لكن لماذا نرى منحني بهذه الطريقة؟ ليس المسار منحنياً لكن الزمكان بحد ذاته الكون بحد ذاته ينحني يعني إذا صرت بشكل مستقيم تماماً إلى الأمام فإن الثقب الأسود سيجذب المكان كله وسيجذبك معه لتتجه في هذه الطريقة هذا لا يعني أنك أنت تنجذب لكن الزمكان كله ينجذب يعني الضوء ليس أنت طبعاً تتعرض للجاذبية لكن الضوء مثلاً لا يتأثر بالجاذبية لأنه ليس لديه كتلة لتجذب لكن هو يسير بخطوط مستقيمة ضمن الزمكان والثقب الأسود يجذب الزمكان بحد ذاته فلو كان هناك نجمة في هذه المنطقة لو كان هناك نقطة مضيئة أو مادة تصدر عنها مثلاً بلازمة تصدر شعب ضوءاً في هذه المنطقة من الثقب الأسود ونحن ننظر من هذا المكان فإننا سنراها أولاً في هذه النقطة عندما ننظر إلى الأسفل فسنرى صورة لهذه المنطقة وإذا نظرنا إلى أعلى الثقب الأسود فسنرى أيضاً صورة أخرى لظهر هذه المنطقة أو لخلف هذه المنطقة المضيئة وبالتالي نحن نراها من الوجه ومن الظهر في أسفل وأعلى الثقب الأسود فنراها في مكانين زد على ذلك أننا أسفلها بقليل إذا نظرنا أسفلها بقليل سنرى نقطة في هذه المنطقة عالية جداً منطقة مختلفة فإن الصورة التي خلف الثقب الأسود تتشوه وتصل إلى أعيننا حول الثقب الأسود وزد على ذلك أن هناك مثلاً أشعة التي التي هي لا ترد إلى أعيننا لأن الثقب الأسود يبتلعها أفق الحدث يبتلعها لكن لنتخيل أنها لو كانت موجودة لو كان هناك مصدر ضوئي لنعتبرها أشعة ضوئية عاتمة مثلاً فقط للحساب للتخيل فقط فلو انطلقت من هذه الجهة من هنا من من المنطقة الخلفية للثقب الأسود فإنه سيقوم بجذبها ولفها بهذه الطريقة حتى نشاهدها أمامنا فعندما ننظر إلى الثقب الأسود إلى الدائرة التي يمثلها الثقب الأسود فإننا فعلياً لحظة أحاول أن أجد الصورة المناسبة لشرح ذلك عندما ننظر إلى هذه الصورة لثقب الأسود فإننا فعلياً نشاهد خلف الثقب الأسود يعني هذا القرص هذه المنطقة العليوية من الثقب الأسود هي المنطقة الخلفية له هي منطقة مسطحة تماماً للقرص لاحظوا هذا القرص مسطح وهذا تتمته متابعة القرص في الخلف هنا لكن البوء ينحني إلى الأعلى ويتجه إلى أعيننا فنراه أن القرص ينرى القرص مشوهاً ومحنياً إلى الأعلى القرص غير محني لكن الضوء صورته محنية ونراها بهذا الشكل وأيضا نرى انحناءا له من الأسفل لأن الضوء من الأسفل أيضا ينحني بنفس الطريقة ففعليا القرص كما نشاهد هنا القرص التراكمي أو كما نشاهد في هذه الصورة مثلا القرص التراكمي هو هذا القرص السطحي ما نراه هنا هو خيال وهمي للمنطقة الخلفية من القرص زد على ذلك أن هذه المنطقة السوداء من الثقب الأسود ليست مجرد المنطقة الوجه الذي نرى من الثقب الأسود بل هنا بهذه المنطقة السوداء نرى الثقب الأسود كاملا بوجهه وظهره ميدو عمر أنت لماذا تترجم المؤتمر؟ لأن المؤتمر انتهى وشرحت الأمور الأساسية فيه لم يكن هناك تركيز وشرح على الأمور التقنية الهامة لذلك شرحت ما هو مهم وأقوم الآن بشرح إضافي لمن يرغب بالمتابعة والاستزادة هذا كما قلنا القرص التراكمي وهذا ما نراه حول الثقب الأسود وهنا المنطقة السوداء هي فعليا في هذه المنطقة نرى الظهر الثقب الأسود يعني المنطقة الخلفية منه ينعكس ضوءها وينحني بهذه الطريقة ويأتي إليه لنعتبر أننا ننظر من هذه الجهة نحن هنا عيوننا بهذه الجهة وننظر إلى هذه المنطقة هذه المنطقة من القرص نراها عاليا هنا نراها واقفة بهذا الشكل هنا لأن الضوء الذي يريدنا بهذه المسار يأتي من هنا يجذبه الثقب الأسود ويحوله بهذه الطريقة فنرى هذه المنطقة من القرص نراها منحنية هنا ونرى المنطقة السفلية منه منحنية إلى الأسفل لأن الضوء فيها يأتي بهذه الطريقة هل الشرح واضح؟ أرجو أن تجيبوني بالتعليقات إذا كان الشرح واضح أو كان هناك لبس فيه لكن لنعتبر هذا المنطقة الخلفية من الثقب الأسود في هذه الجهة ونحن في هذه الجهة إذا هذه المنطقة الخلفية لنعتبر أنه مثلا ضوءا ما انطلق منها لكن لا يمكن ذلك فهو يعني الخط المنطلق منها يبدو أسودا والتالي سنشاهد عطما سنشاهد أسود فقط لا نشاهد ضوءا لكن المسار أو الشكل أو الخيال أو الظل الذي يتركه الثقب الأسود سيكون بهذا الشكل ينطلق هذا المسار بهذه الطريقة يجذبه الثقب الأسود وعندما ينطلق بهذه الطريقة يجذبه الثقب الأسود ويأتي بهذه الطريقة هنا فعندما ننظر لهذه المنطقة العليا من الثقب الأسود نحن نشاهد ظهر الثقب الأسود أو خلفه خلفيته فعندما نشاهد هذه المنطقة هنا فنشاهد خلفيته من هذه الجهة طبعا الأمر يتكرر بدوائر متناهية الصغر وتتكرر إلى اللا نهاية لأنه يمكن أن تنطلق الزاوية من الوجه وتدور دورتين وثلاثة ثم تأتي إلى عيننا فهذا المسار يعطينا على الحافة هنا عدة تكرارات وعدة نسخ من الثقب الأسود متكررة إلى اللا نهاية طبعا هذا الأمر معقد فقط للأشخاص المهتمين جدا بالموضوع الفيزيائي بشكل عميق لكن بالنسبة للمشاهد العادي ما يهمه أن يعرفوا أن القرص هو قرص عادي والصورة التي نشاهدها في الأعلى وفي الأسفل هي صورة مشوهة لهذا القرص نتيجة أن الثقب الأسود يقوم بحني وتنفيذ حني للمدار الآن نعود إلى المؤتمر من واشنطن كنا ننقل المؤتمر من أوروبا الآن نعود إلى المؤتمر واشنطن الآن سر ماركوف سأعود بعض المقاطع للوراء بالنسبة للمؤتمر أيضا من يريد أن يستزيد أكثر هذه الطريقة لحساب كيف يتصرف البوء والمادة حول الثقب الأسود وحول أفق الحدث هذا ما يسمى بمخطط بينروز طبعا فيه تكون هذه النقطة هنا تكون في الماضي السحيق وهذه النقطة في المستقبل وهذا الخط هو خط الحاضر وهنا في المنطقة مسافة بعيدة لا نهاية من البعد من المكان وهذه أيضا لا نهاية من المكان وهذه المنطقة هي في الآن في المنطقة الحالية الآن والخطوط الضوئية تتحرك بشكل بخطوط مستقيمة بزاوية 45 درجة يمكن بتمثيل هذا المخطط حساب ومعرفة ماذا يحدث لو تحرك صاروخ بسرعة معينة بقرب على بعد معين من ثقب أسود مثلا ماذا يرى وماذا يصبح كيف يتمدد الجسم يتمدد الجسم أو المركبة تتمدد مكانيا وتتمدد زمانيا طبعا ماذا حدث لو سقطنا في الثقب الأسود؟ بشكل واضح كما انتقطت لنعتبر أننا سقطنا في ثقب أسود أو نشاهد شخصا ما رأي الفضاء يسقط في ثقب أسود ما يحدث فعليا هو أنه كلما يقترب من هذا الثقب الأسود نراه يتمطط بداية لأن الجاذبية عندما يكون قريبا من الثقب الأسود مثلا نتخيل هذا هذا الرأي الفضاء عندما يكون قريبا من الثقب الأسود فالجاذبية هنا في هذه المنطقة المد الجاذبي يعني الاختلاف المدي للجاذبية كما يحدث بالنسبة للقمر والشمس عندما يقومون بجذب الأرض مديا وإحداث المد والجزر على الماء وهو اختلاف بمتر فقط هنا بالنسبة للثقب الأسود يكون هذا الاختلاف عنيفا جدا وكبيرا جدا بحيث أن الاختلاف بين رجلي أو أقدام رأي الفضاء تكون الجاذبية فيها أقوى بكثير من الجاذبية على رأسه مثلا وبالتالي ينشد وينمط يحدث له إنمطات لراءة الفضاء أو لأي جسم يسقط في الثقب الأسود فيصبح تأثير المعصودية كما الأندومي تكون ممدودة بهذه الطريقة بشكل دودي ممطوط تصبح أي شيء يقع في الثقب الأسود يصبح بهذه الطريقة الممطوطة أيضا تأثير آخر وهو أنه عندما يقترب من الثقب الأسود أكثر فهو يتعرض لحق الجاذبي أقوى كلما كان الحق الجاذبي أقوى كلما أدى هذا الشيء لأنه يصبح متباطئا الزمن فيه حسب النظرية النسبية يتباطئ كلما تباطئ الزمن نلاحظه يبدأ بالحركة بشكل بطيء أكثر وأكثر وأكثر حتى يتوقف الزمن تماما فعندما يصبح في منطقة على أفق الحدث تماما عندما يصل هذا رائد الفضاء الذي يقع ونحن نراقبه من بعد يرتطن بالأفق الحدث تماما ويسقط في الثقب الأسود نحن لا نراه يسقط ويختفي بشكل فجائي نحن نراه يجبد ويقف بشكل صورة ثابتة يصبح صورة ثابتة وساكنة مطبوعة على الثقب الأسود هذه الصورة طبعا نشاهدها ترجيا تبدأ بالإنزياح نحو الأحمر لأن الدرجات المائلة نحو الأحمر نستطيع أن نراها لفترة أطول وذلك حسب تأثير تمدد الزمن فيبدأ لونه بالتحول إلى لون الأحمر ثم إلى تحت الحمراء ثم الدرجات الراديوية ثم يصبح غير قابلة للرصد أحاول الآن تلقي بعض الأسئلة أصدقائي أستروغيت فريق أستروغيت أين أنتم؟ لماذا لا يوجد إدارة للتعليقات؟ أرجو حذف كل شخص مصيء تحية لشباب سوريا المتابعين نضال أبو أحمد ممكن طريقة عمل الثقب الأسود لا تصدقوا شيء من ملايين السنين أصدقائي جد التعليقات مسيئة ومزعجة جدا ربما في المرات القادمة نمنع ونحضر التعليقات بشكل تام ربما هذا أفضل يجب أن يكون هناك وعي كافي في مجتمعنا العربي لتقدير هذا المجهود نحن نقوم كفريق أستروغيت وأنا شخصيا أقوم بالتحضير لأيام يعني لم أنم ليومين حتى الآن وأنا أحضر لهذا الأمر وأقوم بفهم هذه المعلومات المعقدة جدا جدا أحاول بفهمها وإيجاد طريقة لتبسيطها لكم بشكل يعني يستطيع أن يفهمه الشخص المبتدئ وأيضا أن لا أبسطها أكثر من لازم بحيث أنه أيضا إذا انضم إلينا أحد الناس المهتمين بالفيزياء سيجدون المعلومات الكافية والوافية داخلها هذا الأمر جدا معيب بحقنا كعرب أن لا يكون هناك احترام للعلم يعني إسرائيل وصلت أرسلت مركبة ستهبط هابطة إسرائيلية ستهبط خلال أيام على سطح القمر وتكون الدولة الرابعة التي تهبط في التاريخ البشرية على سطح القمر ونحن العرب ما زلنا نكذب أبسط العلوم ونقوم بتجاهلها نرجو من جميع من يعجبه هذا المحتوى ويشعر بواجبه تجاه مجتمعاتنا العربية وتجاه العلم بشكل عام والإنسانية أن يبدل الجهد لتغيير هذا الواقع السيء في عالم العربي ووضع الاهتمام اللازم والكافي في المشاريع العلمية ويمكنكم طبعا المشاركة ونشر هذا المحتوى والإعجاب به ومشاركته على عوسع نطاق ممكن حتى يصل لجميع المشغفين والمهتمين بعلم الفلك هذه صورة أخرى لحجم الثقب الأسود مقارنة بجزيرة منهاتن في مدينة نيويورك هذه جزيرة منهاتن كما نراها هنا وهذا الأبيض هنا هو النجم النيوتروني وقطره حوالي عشرة كيلومترات وهذا الثقب الأسود مثلا قطره حوالي 4.5 كيلومتر وطبعا أتحدث عن ثقب أسود عالي لا أتحدث عن ثقب السوداء العملاقة في مراكز المجرات لاحظوا حجمه هو بحجم حي من مدينة طبعا نتيجة انحناء الضوء في الثقب الأسود هناك ميزة تم إثباتها منذ زمان وهي التعديس الثقالي طبعا هنا نلاحظ صورة التقطها هابل هذه الصورة القديمة التقطها هابل تليسكوب هابل التقط هذه الصورة هنا يوجد مجرة وفي مركزها ثقب أسود نشط جدا عندما يبتلع الثقب الأسود عندما يكون في الفضاء دون وجود أي مادة حولها أو دون نجود أي نجوم حولها ويبتلعها يكون تماما عاتما لا يمكن رصده ولا يمكننا أن نراه ولا أن نعرف بوجوده لكن مجرد أن تقترب أحد النجوم أو أحد المادة أو نجوم معينة أو أي شيء يقترب من هذا الثقب الأسود فيبتلعه الثقب الأسود ويمزق النجم إربا بتأثير الانمطاط ويبتلعه ثم يقذف بجزء كبير من المادة والطاقة لا يمكنه ابتلاعه بل يشحنه ويقذفه كمقلاع جاذبية فجزء من النجم يقذف من القطبين إلى اليمين واليسار ويسير إلى سنوات ضوئية هذه المسافات مسافات هائلة جدا مسافات على صعيد المجرة مسافات مجرية نحن نتحدث عن مسافات مجرية وليست نجمية حتى فهذه هنا الانبعاثات النفذ البلازمة الذي ينبعث بسرعات قريبة من سرعة الضوء يعني بأعشار سرعة الضوء من القطبين وهذه المنطقة هنا هي مركز المجرة طبعا نحتاج إلى هذه التجربة العظيمة جدا لأن نستطيع أن نقترب ونلتقط الصورة الأقرب من هذه الصورة التي وجدناها هنا ويضا هناك التعديس الثقالي كما نشاهد هنا هذه صورة التعديس الثقالي التعديس الثقالي وهو أثبتت منه زمن عن طريق تلسكوب هابل وغيرهم تلسكوبات وهو تنبأ بها طبعا أنشتاين بأنه لو كانت النظرية النسبية العامة صح وأن الكتلة تحني الزمكان وتنتج الجاذبية وبالتالي فإنها ستحني مسار الضوء حول المجرات الضخمة فهذه مجرة مثلا كتلتها هائلة لأنها فيها ملايين ومليارات النجوم وبالتالي كتلتها هائلة جدا فتحني مسار الزمكان بشكل مماثل للخطين هنا فلو كان هناك مجرة وخلفها هناك مجرة ثانية خلفها وراءها تماما يعني هذه المجرة تغطي المجرة الخلفية أو كوازار خلفي مثلا إذا نظرنا بالمقراب إلى هذه المجرة فتنبأ آنشتاين أننا سنشاهد حلقة سنشاهد حلقة من الضوء حول هذه المجرة تمثل الكوازار هذه طبعا الدراسة النظرية وما جرى رصده فعليا هو تصديق لهذا الأمر سأحاول أن أجد الصورة التي توضح ذلك أيضا أرجو أن تكون موجودة هنا هذه الصورة هذه الصورة الحقيقية التي التقطها عفوا هذه الصورة الحقيقية هنا التي التقطها التلسكوب والتي أثبت فيها كانت من أدلة الأولى على دقة نظرية آنشتاين كما نشاهد هنا هذه مثلا نجوم ومجرات كل لطخة بيضاء هنا هذه مجرة كاملة فيها مليارات النجوم وليست نجما واحدا هذه مجرات هذه مجرة هذه مجرة نلاحظ مثلا المجرة هنا المركزية أو هذا عنقود مجر فعليا هو عدة مجرات لها كتلة كبيرة تدور بقرب بعضها وتكون لها كتلة كبيرة وتحني فنشاهد أن المجرات الخلفية التي هي تكون وراء هذا العنقود مثلا ربما هي تكون هنا أو في المنطقة باهتة في هذه المنطقة نراها أنها توضع بشكل عدسي بشكل معدس بهذه الطريقة بشكل دائري ومشوه حول هذا كخطوط أو كأقواس حول منطقة يعني المركز التعديس الثقالي أو مركز المجرة القريبة هذا طبعا أدى لأننا يمكننا استخدام هذه كعدسة مكبرة لاحظوا التشابه بين هذه الصورة وبين أحاول أن إيجاد الصورة الأخرى هذه الصورة أخرى توضح الأمر مثلا لو كانت الشمس حتى أن تم إثباتها أثناء الكسوف يعني عندما يكون القمر يعني نريد أن نرصد نجما قريبا من الشمس هذا النجم مثلا هو خلف الشمس هذه الأرض وهذه الشمس وهو النجم قريب من الشمس هنا يعني يبدأ بالغروب خلف الشمس بالاختفاء خلف الشمس عندما يقترب كثيرا من الشمس فإن الضوء تحنيه الشمس نتيجة الجورة الثقالية أو إنحناء الزمكان الذي تنتجه كتلة الشمس الهائلة فنشاهده بهذه الجهة نشاهد النجم بعيدا بهذه الجهة لكن المشكلة هنا أنه لا يمكننا أن نرصد نجم قريب من الشمس يعني قريب هو بعيد جدا عننا لكن قريب بالنظر بالزاوية قريب بزاوية النظر من الشمس لا يمكننا ذلك لأن الشمس ساطعة جدا 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 والنجم بجانبها خافت جدا لا يمكن أن نراه لأنه خافت جدا لا يمكن توجيه المقراب إلى الشمس ومشاهدة النجوم خافتة جدا حول جسم ساطع يعمين الشمس تعمي الكاميرات وتعمي عيوننا ولا يمكننا أن نرصد النجوم القريبة منها ذلك لنشاهد النجوم في النهار ولنشاهدها أيضا على سطح القمر عندما هبط رواد أبولو لأنهم هبطوا في النهار في الضوء في السماء السوداء صحيح لكن لا ترى النجوم لأن ضوء المنعكس ساطع جدا عن سطح القمر وسطح رواد الفضاء أو عن أي شيء تلتقطه الكاميرا هناك على كل لذلك ننتظر عندما يحدث كسوف الكسوف يأتي القمر بيننا وبين الشمس ويغطي وجه الشمس ويحجب سطوعها فعندها يمكن أن نرى بوضوح النجوم القريبة من الشمس وحولها وبالتالي جرت مراقبة هذه النجوم حول الشمس وأثبتت أن الحسابات بدقة وإنحنا بدقة ينطبق على نظرية آينشتان وتم استخدام هذه لإجراء العدسات الثقالية لأن كما قلنا هذه العدسة هذا يشابه العدسة التكبير كما العدسات التكبير التي نستخدمها في المكبرات وفي المجاهر وفي المقارب البصرية الصورة التي قلت بدأت تقارينها صديقي المشكلة ليست مني المشكلة كانت من البث الأساسي من المصدر أنهم عرضوها في الخلفية ولم يقوم المخرج بعرضها بشكل واضح سأعرضها بعد قليل سأشرح شيء بسيط عن ثقب السوداء وأعرضها بعد قليل هذه الطريقة المتحركة الآن سنشاهد عفوا ليس هذه الصورة هذه الصورة هنا نشاهد تبديلا بين الصورة الحقيقية والصورة كما نشاهدها بعد الانحناء الصورة الحقيقة هو أنه قرص ثابت وقرص متفلطح تماما مستقيم لكن بعد انحنائه إذا دخلنا يعني عامل الانحناء الذي تؤديه كتلة الثقب الأسود فإنا سنراه بهذا الشكل المختلف هذه صورة أخرى أيضا لو أننا نظرنا يعني ندور حول الثقب الأسود ونراه من الأعلى ثم من الحرف من جهة قرص التراكمي ثم من الأعلى من القطب مرة أخرى فعندما نكون من القطب نراه بهذا الشكل عندما نتجه إلى الحرف من جهة القرص التراكمي فإننا نراه بشكل مشوه الذي قلنا عن وهنا نشاهد طبعا كما هذه المنطقة هي فعليا وجه الثقب الأسود لكن المنطقة المحيطية هنا في الأحمر والأسود هي نسخ متكررة من سطح الثقب الأسود نفسه هو الجهة الخلفية منه ثم دائرة صغيرة من الجهة الأمامية ثم دائرة أصغر منها من الجهة الخلفية مرة أخرى ثم نسخة أخرى من الأمامية فنرى سطح الثقب الأسود كاملا متكررا عدة مرات تخيل أنك تنظر إلى كرة ما إلى جسم ما وترى بنفس الوقت وجه هذا الجسم وظهره بآن معا بنفس الوقت هذا ما يحدث وعدة مرات إلى اللانهاية فهذا الأمر من عجائب التي تحدث في أفزيزياء الثقوب السوداء أيضا هذا توضيح آخر لهذا الأمر لو أننا ننظر إلى الثقب الأسود فقط بتجاهل القرص التراكمي فأننا نراه بهذه الطريقة عندما نتحرك فوقه نراه يتقلب بهذه الطريقة وهذا التقلب طبعا هو لأن الثقب الأسود هو فقط هذه المنطقة الصغيرة هنا في المركز هذا الوجه الفعلي الذي نراه مباشرة ضوء يأتي منه مباشرة نحونا وليس ضوء يعني فعليا هو العدم الشعاع الخيال الضل الذي يتركه يكون بهذه المنطقة لكن المنطقة هنا التي تحيط هي فعليا الخلفية المنطقة الخلفية للثقب الأسود ثم المنطقة التي تحيطها هنا هي المنطقة الأمامية نسخة منها مشوهة ثم نسخة مشوهة أخرى من المنطقة الخلفية ثم نسخة مشوهة أكثر من المنطقة الأمامية وهكذا أتمنى أن تكون هذا ما نراه محاكاة لو أننا كنا نحلق في مدار حول الثقب الأسود فهذا ما نراه وهذه طبعا نجوم زرقاء وحمراء حوله كيف نشاهد تشوه هذه النجوم عندما نرور حول الثقب الأسود لاحظوا كيف تشوه الصورة ونرى القطبي الثقب في مكانين متقاربين هذا قطبه الشمالي تماما وهذا قطبه الجنوبي نراهما بمكانين متجاورين نوعا ما فأتمنى أن يكون هذا الشرح وافي أعود للأسئلة مرة أخرى هل الثقب الأسود كروي أم دائري أم مسطح الثقب الأسود كروي إذا جاهز التعبير حتى هذا ليس صحيح 100% لأنني شرحت أن هذا يتكرر بعدة مرات هو حد فاصل بين المنطقة التي لا يفصل منها الضوء و المنطقة التي لا يمكنه الهروب منها معلل السؤال من VULAMVM الأول بس عفوا فاتني السؤال سأعود لقراءته طريق التصوير كانت إزاي غير الثمانة تلسكوبات يعني هل تم أطلاق ضوء أو رصده من الثمانة تلسكوبات ولا الثقب الأسود مضيء أصلا يتم رصد خيال الذي يتركه الثقب الأسود على الضوء الصادر من البلازمة لاحظوا هنا في الصورة التي وضعناها القرص التراكمي حول الثقب الأسود يدور بسرعات كبيرة جدا هذه السرعات تؤدي لتحول هذه المادة إلى بلازمة مشعة هذه المادة تشع بإضاءة عالية جدا بطول موجة قريب من السنتيمتر تقريبا بعدة أمواج أخرى هذه الأمواج الرارديوية يمكن لنا أن نلتقطها أن نرصدها ونرصد تأثيرها لكن بعض هذه الأمواج يبتلعها الثقب الأسود بعض هذه المسارات الضوئية يبتلعها الثقب الأسود فتترك خلفها ظلا خيالا هذا الخيال هو الأسود الذي نراه ونقول أنه خيال الثقب الأسود وهي الصورة التي رصدناها يعني الصورة التي نراها هنا سأعيد مرة أخرى لعرض الصورة أعتقد أن هذه الصورة قريبة جدا من الصورة التي عرضت هنا نحاول أعرض الصورة بتغيير طبعا بسرعة معينة هنا أيضا أريد أن نعرض هذه الصورة أعتقد هذه الصورة المطلوبة لاحظوا هنا وليست هذه أيضا هذه الصور بمحاكات مختلفة لعدة نماذج يعني قام العلماء بعدة فرق باختبار النظريات الموجودة وإنشاء نماذج منفصلة تماما هذه نتائج مختلفة لتحليلها ثم يتم جمع هذه النتائج بدون أن يعرف أي فريق ما الذي يقوم به الفريق الآخر ثم تجمع هذه النتائج ويتم التوفيق بينها لنرى إن كان هناك توافق ووضع نظرية معينة لتشكل الثقل الأسود هذه الصورة التي أتكلم عنها الآن نشاهد أن باللون بالأشعة تحت الحمراء مثلا نشاهد القرص التراكمي ونشاهد الانبعاثات القطبية أو البلازماجيت أو انبعاثات البلازمة من القطبين للثقب الأسود لكن عندما نصغر طول الموجة المرسودة إلى الواحد مليمتر فإنها تصبح شفافة تصبح لا تطلق ضوءا في هذه الموجة الراديوية ونرصد بدلا منها المنطقة القريبة جدا من أفق الحدث وهذا ما نرى هنا والمنطقة السوداء في الداخل هي الثقب الأسود لأنه يبتلع هذه المنطقة ويبقيها عاتمة أتمنى أن يكون هذا الشرح كافي ووافي طبعا الشبكة التي رسلت هي شبكة متوزعة على الكرة الأرضية في عدة أماكن فبهذه الطريقة فتعطي دقة بالتقريب وبالتزويم بتكبير الصورة يكافئ تلسكوبا بحجم الأرض لتوزعها لأنها تتوزع في مناطق متعددة من سطل الأرض لكن العيب هنا لأنها عددها قليل جدا هو ثمان تلسكوبات أو عشرة كانت لكن اثنان منها لم يستطيع القيام بأخذ الصورة فثمانية فعليا شاركت وهذه المناطق كلها ليس فيها تلسكوبات تقوم بالتقاط نفس الصورة وبالتالي هذه المناطق تنتج عنها صور عاتمة مناطق معتمة أو مناطق مجهولة من الصورة مفقودة من الصورة معلومات مفقودة هنا لدينا معلومة نقطة صغيرة هنا لدينا معلومة نقطة صغيرة من الصورة هنا هذا المرصد يعطينا معلومة صغيرة فنجمع قصصات صغيرة للصورة ونركبها معا ثم عندنا دوران الأرض فإن هذا المرصد يتحرك بهذه الطريقة يدور في مدار حول يعني يدور حول الأرض مع دوران الأرض يعني فيرسد من هنا صورة ثم من هنا صورة ثم من هنا صورة فيعطينا سلسلة من الصور على خط مستقيم هنا أو خط منحاني دائري هنا ثم هذا يعطينا خط آخر وهذا خط آخر نجمع هذه الخطوط ونملأ الفراغات بينها باستخدام حواسيب عملاقة لإنشاء نوع من أنواع الصور التي عرضناها هذه الأول صورة للثقب الأسود صديقي أتمنى منك أن ترسلها أنا ستارق إلى أعطيني الرابط إذا كان بالإمكان أعطائي الرابط الرابط أنا ستارق لأعرض الصورة الحقيقية الرابط صديقي ليس لا ترسلها إلي على الواتساب لا يمكنني عرضها على الواتساب أيضا هناك أمر هام نريد تنويه له هو أننا سنقوم ببث إطلاق فالكون الثقيل فالكون هيفي حاملا ساعة العرب ساعة ليل اليوم حوالي الساعة العاشرة والنصف بتوقيت العالم الموحد تقريبا بمنتصف ليل المنطقة العربية الليلة فسنكون في نقل مباشر أيضا نرجو منكم المتابعة ولا تنسوا طبعا لا تبخلوا علينا بالإعجابات والاشتراكات بشرة عباس فهمت ذلك أنا أحاول أن أشرح وأن أخرج وأن أعتني بالصوت وبالبث فأرجو منكم أحتمال ذلك يعني أقوم بكل هذا بشكل يعني مجهود فردي لإخراج وتقديم هذا البث والشرح والإجابة على الأسئلة فيعني الفريق يحاول مساعدتي ما أمكن بإرسال الصورة أطلب من الفريق أطلب من الفريق سال الصورة طبعا الذي يريد أن ينضم إلينا في الواتساب والإنستال مجموعة بوابط الفضاء أستروجيت يمكنه الانضمام عن طريق الروابط في الوصف أدناه هناك صفحة لنا على الفيسبوك والتليجرام والواتساب والتويتر فأرجو منكم دعم هذه الحسابات ومساعدتنا بنشر هذا المحتوى وكل تعليق وكل مشاركة تفيد فهذا الأمر طبعا يهم ويفيدنا بشكل كبير ويساعدنا على الاستمرار فيما نقوم به سأحاول أن أعرض صورة للفالكون الثقيل هل الصورة موجودة هذه الصورة أعتقد لمن يريد أن يتابع معنا بث ثالكون الثقيل اليوم هو أضخم وأقوى أقوى صاروخ عامل حتى الآن صاروخ فضائي بضعفي تقريبا دلتا 4 أو دلتا 4 الثقيل هذا تابع لسبيس اكس تم أطلاقه بأول فيديو قمنا ببثه بأول فيديو نبثه في هذه المبادرة وبهذا المشروع في السالس من شباط منذ يعني أكثر من سنة قمنا ببثه عندما أطلق سيارة التسلا رودستر إلى المدار الذي يتجاوز المريخ مدار بين المريخ ومدار الكويكبات وقمنا ببثه بشكل مباشر والآن سنبث إطلاقه لسات العرب سات الليلة سأحاول الإجابة على بعض الأسئلة ريتما تردني الصورة الحقية التي أوردها الفريق أصدقائي في الفريق أرجو أيضا يعني وضع الأسئلة التي فاتتني كي أجيب عليها إذا كان هناك أسئلة هامة مرت في الدرجة يعني وردت الكثير من الأسئلة الهامة التي ربما شوشت عليها بعض المشاركين الذين كانوا يعني لا يحترمون يعني أن هذه القناة قناة علمية نحاول فيها الاستفادة فشوشوا على المتابعين وكان هناك أيضا ضعف في إدارة التعليقات نأسف لذلك سنحاول تفادي ذلك في البثوث القادمة الآن نشاهد هذه الصورة المميزة جدا هذه الصورة الحقيقية أول صورة حقيقية هذه ليست محاكاة هي صورة حقيقية للثقب الأسود أول صورة حقيقية للثقب الأسود في التاريخ مكان وين الثقب الأسود هناك هدفين ثقبين أسودين جرى الرصد عليه يعني رصدهما وعرضوا صورتين متشابهتين لهما الأول هو Sagittarius A نجمة أو Sagittarius A أسترست الواقع في مركز مجراتنا هو ثقب أسود عملاق في مركز مجراتنا سأعطي بعض المعلومات عليه طبعا عنه خلال دقائق وأيضا هناك الثقب هناك الثقب الأسود في مجرة ميسيي 87 وهو عالم طبعا فرنسي قام بوضع كتالوج من 124 تقريبا جرما فلكيا فضائيا يرى ب تليسكوبات بسيطة يمكن الهوات الذين يملكون تليسكوبات بسيطة جدا يمكنهم مشاهدة جسيمات ميسي وهي من أمر ممتع جدا لمشاهدة ألوانها والمجرات والحشود النجمية فيها رائعة جدا لم يعلم أن هذه مجرات لم يعلم الفروقات بينها بين السدم والمجرات والحشود النجمية كانوا يشاهد ألوان غريبة وأشكال غريبة فكانوا يسميها M1 M2 M3 فوجد ووضع بيانات وقام بعمل فهرس أو كتالوج لـ 124 منها أكثر أو أقل قليلا هذه النجوم منها مثلا الأندروميدا مجرات الأندروميدا ومنها M87 التي رصدوا الثقب الأسود فيها حاليا طبعا كمعلومات عن الثقب الأسود هو يعني نحتاج لرصده إلى دقة زاوية في الرصد هي 20 ميكرو ثانية قوسية 20 ميكرو ثانية قوسية تخيل هذا وكلما قصرنا طول الموجة التي نقوم بها بالرصد كلما أصبح القرص التراكم شفافا أكثر فكلما قصرنا طول الموجة نرى يعني بشفافية أكثر ونرى لأعماق نسبر أعماق القرص التراكمية لنصل إلى منطقة قريبة من الثقب الأسود ومن أفق الحدث طبعا هنا نرى غلاف الثقب الأسود عند أطوال موجية هي الواحد مليمتر هي الموجة بين الموجة الميكرو ويف وبين الموجة تحت الحمراء طبعا شاهدت أنا صورة خاطئة على الموقع الرسمي للعلماء الذين قاموا بهذه التجربة هي ليست خاطئة بشكل كامل لكن أتمنى أن أجدها يعني لم أستطع إيجادها قبل قليل لست أدري إن كانت بإمكاني إيجادها هنا سأحاول إيجاد هذه الصورة كان هناك خطأ بأنهم عكسوا يعني الضوء المرئي فأصبح تحت الحمراء والضوء المرئي معكوسا لا أجد الصورة للأسف أحاول أن أجد الصورة التي توضح الأطوال الموجية وسأنوه للخطأ الذي ورد فيها طبعا اكتشفت الخطأ يعني بملاحظة بسيطة لما شرحوه هنا ربما ضمن الفيديو هذا أجد الشرح الوافي هذا طبعا شرح لكيف شرح أن الجاذبية هي التشوه للثقب الأسود كيف أنه إذا كانت هناك إذا جمعت وضغطت المادة في مكان ضيق جدا 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 ستنتج عنها ثقب أسود سيؤدي ليحانيا كلما وضعت كتلة أكثر في مكان محدد صغير تخيل أنه مكان هو مثل بساط أو غشاء أو قماشة معينة وهي طبعا ثلاثية الأبعاد لكن هنا للتبسيط نشرحها نتخيلها كقماشة أو كسطح ثنائي الأبعاد للتبسيط فقط فإذا وضعت عليه كتلة فأينشتاين خرج بنظرية تقول أن الكتلة تحني هذه الزمكان وهذه طبعا فكرة غريبة لكنها تفسر نتائجها تنطبق تماما على نتائج رص الواقعي وآخرها هذه التجربة تنطبق بشكل مذهل ودقيق على نتائج رص الواقعي فهذا ما يؤكد أنها صحيحة لأن التجارب تؤكدها فعندما نضع مثلا الأرض فإنها تعطي إنحناء بسيط لاحظوا هذا عندما نضع كوكبا يكون الإنحناء بسيطا عندما يكون الكتلة أكبر أو كثافة أكبر فإن الإنحناء يصبح أكبر عندما نجمع كتلة كبيرة في مكان صغير أكثر وأكثر فإنها سيحدث لدينا السنجولاريتي أو المتفردة وهذه تشكل هنا إنحناء كبير هنا في الزمكان بحيث أن حتى الضوء إذا سار لا يمكنه الخروج من هذه الحفرة هذه الحفرة التي تخرج منها أنت بحاجة لسرعة كبيرة حتى تخرج من هذه الحفرة الزمكانية لا يمكن حتى لمن يسير بسرعة الضوء لو كان ذلك ممكن وهو غير ممكن أن يخرج منها هذه الثقوب السوداء تكون غالباً في مراكز المجرات تكون ضخمة جداً هي في مراكز كل المجرات هناك ما يتنبأ بوجود ثقوب السوداء وتم تأكيده بهذه الصورة التي وصلت فيها لم يتم أبداً تصوير يعني أفق الحدث لثقوب أسود قبل هذا اليوم هذا اليوم هو يوم تاريخي هذه طبعاً المعادلة التي يتم اختبارها معادلة أنشتاين للجاذبية سيتم اختبار صحتها باستخدام هذه الصورة أفضل طريقة لهدف الاختيار لتصويره هو الثقوب الأسود موجود في مركز مجراتنا وهو لاحظوا مسافته وبعده هنا في مركز مجراتنا عند برج القوس طبعاً يسمى سجلتاريس A أسترسك لأنه في مركز القوس لاحظوا أن الدقة التي نحتاجها لتصويره كما لو أنك تحاول تصوير بكاميرا مثلاً أنت موجود في نيويورك تحاول تصوير الانبعاجات الصغيرة والفوهات الصغيرة على كرة جولف موجودة في لوس أنجلس تخيل هذه الصعوبة هذه القدرة الكبيرة والتجربة التي قاموا بها الآن تخيلوا صعوبتها طبعاً هذا نتيجة تسرع البلازمة حول الثقب الأسود تتحول هذه البلازمة إلى سرعات هائلة جداً قريبة من سرعة الضوء وتصبح تشع طاقة قوية وهذا ما تتنبأ به نظرية أينشتاين هنا الخطأ الوارد بالفيديو وهذا الفيديو أعيد وأكرر هو رسمي من العلماء الذين قاموا بهذه التجربة وهو خطأ بسيط جداً يعني سخيف جداً هو أنهم وضعوا الضوء المرئي هنا معكوساً لأنك عندما تبدأ من الجاما ري والإكس ري وهذه طبعاً الموجات القصيرة جداً 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 في 0.01 نانومتر ثم الإكس ري أو موجات السينية التي نقوم بها بتصوير العظام بين العشرة نانومتر والواحد نانومتر تقريباً وأيضاً هنا الألترو فيلت أو موجات الفوق بنفسجية فوق البنفسجية هنا ثم في هذه المنطقة هي المنطقة الضوء المرئي نحن عيوننا نترى هذا النمط فقط من الضوء أو من الأشعار الراديوية نراها كألوان بينما الأشعار الراديوية الأخرى لا نراها نحتاج إلى مستقبلات راديوية تقوم باستقبالها فهذه المنطقة فقط هي الضوء المرئي لكن ضوء المرئي هنا معكوس يجب أن يكون التصحيح يجب أن يكون الأزرق من هذه الجهة والأحمر من هذه الجهة ثم هنا تحت الحمراء وهذه فوق البنفسجية لأن هذا البنفسجي فهو هنا بهذه الجهة في آخر الحرف من هنا والأحمر في آخر الحرف من هنا ثم هنا تحت الحمراء وهي الأمواج التي نحسها نحن لا نراها بعيوننا لكن نشعر بها كحرارة كموجات حرارية على إجسامنا وهي عندما تقف بالشمس وتشعر بحرارة الشمس فأغلب الذي تشعر به هو الطاقة التي تصلك على الإنفراريد أو الأشعة الحمراء ثم لدينا هنا المايكروويف الأشعة التي نستخدمها في المطبخ المايكروويف لتسخين الماء وتسخين وطهو الطعام هذه تسمى المايكروويف الموجوات الماكروية وهي طبعا هنا ندخل بطول المليمتر إلى ثلاثين مليمتر ثم الراديوويفز وهي تدخل المجال طول الموجة فيها من الثلاثين مليمتر إلى الأمتار وربما أكثر من الأمتار وهي موجات الراديو التي نستقبل عليها البث التلفزيوني والإذاعي والFM وغيرها من الإذاعات فهل تصدق الوصول إلى القمر؟ سنتحدث عن ذلك بفيديو منفصل وسلسلة كاملة منفصلة عن كذبة الوصول إلى القمر أو الهبوط على القمر إذا كانت كذبة أو إذا كانت مؤامرة أو إذا كانت فعلا أمرا قد تم حقيقة سنتحدث بالتفصيل عن ذلك وننتظر طبعا جميع المشككين ليقدموا ويشككوا وينقضوا كل أماكن يعني كل الفيديوهات التي نقدمها وكل حجة التي نقدمها ويقابل الحجة بالحجة لنصل إلى الحقيقة معا بالنسبة لهذه الإشاعات نحن نرصد الثقب الأسود عند هذه الزاوية عند الإشاع الذي طوله 1 مليمتر وهو على الحدود بين الماكرو ويبز وبين الإنفراريد يعني بين الموجات الماكروية والموجات تحت الحمراء عندها نشاهد طبعا المنطقة هنا هذا الضوء ينتجه من المنطقة القريبة جدا من أفضل حدث إلى الأرض دون أي تأثير طبعا لا نرى الضوء من أفق الحدث تحديدا لكن من القرص التراكمي حول أفق الحدث لا يمكن رؤية أفق الحدث بذاته يبدو عاتما لنحتاج أن نصور صورة بهذه الدقة وبهذا البعد كما قلنا أنها دقة هائلة جدا كمحاولة ترصد تفاحة على القمر مثلا من الأرض نحتاج إلى تلسكوب بحجم الأرض كلها لكن لا يمكن ذلك فقمنا بتصنيع تلسكوبات مختلفة موجودة في أماكن مختلفة على الأرض فتعطينا الدقة تعطينا الزوم لكن لا تعطينا صورة كاملة تعطينا قطعا من الصورة فقط بعدد التلسكوبات الموجودة فقط فقامت بتسجيل هذه الإشاعات أو هذه البيانات وجمعت لتشكل هذه الصورة وهذا طبعا يحتاج لمزامنة خارقة جدا بين الصورة إذا كان هناك فرق بالتزامن بين التقاط الصور بين هذه الصورة فأن الصورة ستكون مشوهة وغير ذات قيمة المزامنة أمر صعب جدا تخيلها مثلا بدلا من أن تكون تلسكوبات على كرة أرضية تخيلها مرآة عاكسة لملتقط راديوي مثلا هذا الصحن الرادية وصحن التقاط عليه أن يكون ميل النقاط هنا وميل سطحه محسوبا بطريقة قطع مكافئ حتى يجمع الصورة بشكل دقيق في المركز إذا لم يكن تصنيعه دقيقا وكانت الصورة مشوهة هنا أو كانت الميلان فيها أو ليس تماما قطع مكافئ تماما مئة بالمئة فإن الصورة ستكون مشوهة كلما زاد الانحراف هنا في اللون أو في السطح عن سطح المكافئ ستنتج عنه الصورة مشوهة أكثر إذا كانت تزامن بين تلسكوبات هذه والمناصد هذه مثاليا مئة بالمئة فستكون الصورة مئة بالمئة واضحة أما إذا كان هناك اختلاف بسيط لاحظ إذا كان اختلاف بسيط أو ارتجاج بسيط فإن الصورة ستكون مشوهة لذلك استمر العلماء بجمع هذه البيانات ومزاومنتها لمدة سنتين بعد التجربة يعني التقاط الصورة استغرق أربعة أيام لكن تحليل البيانات وجمعها استغرق سنوات نقل البيانات فقط استغرق أشهر لأنها لا تستطيع الانترنت نقلها تم نقلها عن طريق شحنها جوا كميات البيانات هائلة جدا يعني لم يكن بإمكان إرسالها عبر الإنترنت بل سجلت على أقراص صلبة وشحنت إلى شحنت إلى شحنت إلى المناطق تحليل في مركز تحليل وذلك هذا أدى يعني للتاج صورة بتكبير هذا جدا وكلما زاد عدد المراصد المشتركة في هذه الصورة سيكون الدقة في هذه الصورة أعلى طبعا الذين شاركوا الآن هم ثمان مراصد نشاهدها هنا تشيلي وإسبانيا وحواي وفرنسا والقارة التطبية وحتى في مصر أريزيونا طبعا هذه التجربة تاريخية جدا تغير وتعدل فهمنا وتعطينا دقة أكثر في فهمنا لعمل الفيزياء في الكون طبعا هل أثبتت صورة صحة نظرية أنشتاين من معتاز حسين أثبتت بشكل يعني دقيق مذهل يعني ذهل العلماء من دقة تنبؤاتهم يعني التنبؤات بحسابات أينشتاين والصور التي يعني أنا عرضت الصور الحقيقية وعرضت الصور المحاكاة ربما الكثير منكم من المشاهدين لم يلاحظوا أي فرق بينها لم يعرفوا أن هذه الصورة حقيقية وهذه الصورة محاكاة السبب أن دقة نظرية أينشتاين كانت جيدة بشكل كبير جدا بحيث أنها أعطت صور شبيهة بالحقيقة هيه الحين أقدر أشوفها ولا هو موجود الحين صديقي ما الذي يتحدث عنه لو يخرج لنا رجل مثل أينشتاين لحدثت قفزات كبيرة في الفهم الكون عبر الكواكب كل فترة وفترة يخرج رجال وعلماء مثل أينشتاين وهذا الأمر طبعا يعتمد على الثقافة العامة لا يمكن أن يخلق عالم من العدم يعني عندما ينتج هؤلاء العلماء ويقومون بهذا الإجراء هناك دعم هائل وتمويل هائل من حكومات تدعم هذا المشروع الهائل وهناك دعم شعبي الناس يشجعون هذا المشروع ويساعدون أي محاولة علمية يعني أعطي مثالا آخر وأسف لهذا يعني لكن مثال الهابطة الإسرائيلية الذي بدأ هذا المشروع هم ثلاثة أشخاص فقط إسرائيليين قاموا بتصميم مركبة الهبوط على القمر واشتركوا بمسابقة لجوجل لتمول ذلك وهي تسمى مون إكس برايز أعتقد لكن فشلت هذه المسابقة يعني فشلوا في هذه المسابقة ولم ينجح أي فريق بالوصول إلى النتائج الأخيرة فيها والفوز بالجائزة ما الذي جرى طبعا هو أن هؤلاء الثلاثة لم يستسلموا وقاموا بمتابعة الأمر وتصميم المركبة وقامت الحكومة الإسرائيلية وناسا بتمويلهم ومساعدتهم ودعمهم وتلقوا دعما كبيرا من الحكومة ومن الكثير من الجهات فأرسلوها والآن خلال أيام ستهبط على القمر مثلا تخيل ذلك فلنتخيل مثلا هناك فريقا يقوم بأمور علمية مثلا في مجتمعنا العربي مثلا نحن فريق بوابط فضاء أستروجيت أعاني حاليا خلال البث يعني يوجد تقطيع يوجد خلل لأن الانترنت التي أعمل عليها انترنت يعني سرعتها مخجلة جدا تخيلوا 2 ميجا بايت بالثانية هذه السرعة التي أعمل بها لو كان بإمكانكم يعني تخيل الصعوبات التقنية التي تواجهني حاليا في العمل يعني أعمل على جهاز لابتوب واحد لا يوجد لدي أجهزة صوت احترافية لا يوجد لدي شاشة أخرى مثلا لوزع المهام وأعرض الدرشة على شاشة والإخراج وأقوم بالإخراج والصوت على دردشة أخرى عشاشة أخرى يعني هذا الموضوع يعني لا أجد مثلا تبني أو دعم لهكذا مشاريع نحن لا نطلب يعني حاليا لا نطلب الدعم رسمي من أي حكومة يعني بشكل مباشر نرحب بأي دعم لكن لا نطلبه يعني نحن مستمرون حتى بدون أي دعم ما نطلبه أن يعني أن يكون هناك دعم شعبي أن يكون هناك يعني مثلا لاحظت من التعليقات مستوى التعليقات المتدني جدا الذي شاهدناه في هذا البث يعني فعلا أزعجني يعني أنا أحضر مع الفريق لأيام ولا تتخيلون الكم الهائل من المعلومات الموجودة التي حضرناها والبيانات التي أصلا يعني لم يتحليل مجال أن أوردها لكم مثلا أن كتلة سيجيتاريس أي نجمة هو ثقب الأسوار هذا كتلة 4.3 مليون كتلة شمسية مثلا وأن مثلا المسافة وبعده على الأرض هو 26 ألف سنة ضوئية وأنه على بعد طبعا معادلة مثلا معادلة الثقب الأسود غير الدوار كيف تحسب معادلته وكيف يحسب قطر هذا أو ما يسمى بقطر كارل شوزر شوزر شايد أنا أخطأ بالاسم بشكل مثير لأضحك زوارة شيلد قطر زوارة شيلد هذا العالم تنبأ بوجود قطر محدد للثقب الأسود وهو المنطقة التي تتفلطح عندما يكون دورانيا ويكون كرويا تماما عندما يكون الثقب الأسود ساكن وهناك الكثير من الأمور التي لم يتح لنا مجال شرحها ربما نشرحها في بثوث قادمة نحن سنحاول أن نقوم ببث دائم أسبوعي كل سبت مساء الثامنة أو السادسة عفوا بالتوقيت العالمي الموحد مساء كل يوم سبت سنحاول القيام بذلك يمكنكم طبعا مشاهدة البثوث السابقة لقناتنا ودعمنا بنشرها ومشاركتها مثلا ساتل المصري والصور التي أرسلت منه صور مذهلة بفعلا يعني رائعة جدا ويمكنكم أيضا مرافقتنا في إطلاق الليلة لفالكون الثقيل حامل عرب سات سنعلن عنه وسنقوم بإنشاء رابط للبث وسنشاركه معكم قريبا كم يقدر عمر الثقب الأسود صديقي مسألة أعمار الثقب السوداء جدا جدا مسألة صعبة ومعقدة ولا أعتقد أنني سأعطيك جوابا دقيقا لذلك أعتذر عن الإجابة يعني عندما يكون هناك صعوبة في مسألة معينة سأحاول أن أتفاد الإجابة عنها يعني هناك أمور كثيرة منها مثلا أن تباطؤ الزمن حول الثقوب السوداء يلعب دورا بالنسبة لتقييم العمر وغير ذلك أن الثقوب السوداء الصغيرة تكون أعمارها طويلة جدا بمليارات السنين لكن الثقوب السوداء الهائلة العملاقة تكون أعمارها يعني عمره الكامل وليس عمره حتى الآن عمره من ولادته حتى وفاته تكون قصيرة نوعا ما تكون فقط مليارات أو ملايين السنين سنوات فقط لأنه يتبخر كما قلنا ستيفن هاوكينغ قام باكتشاف الثقوب السوداء وبأنها موجودة وبنفس الوقت قام بيعني بعدها بسنوات بالتنبؤ بأن هذه الثقوب تموت عن طريق التبخر بطريقة تسمى إشعاع هاوكينغ سنشرحه في بث يعني يحتاج لبحث منفصل مبدئيا من ناحية المبدأ إذا أردنا أن نشرحه بشكل سريع للراغبين بفهم إشعاع هاوكينغ سأحاول إيجاد صورة تساعد على الشرح لنعتبر أن هذا الأسود هنا هو أفق الحدث بالفضاء نعلم بالناحية الكمية طبعا بالناحية نظرية الكمية أن الجسيمات تولد من العدم ثم بشكل متضادل ثم تفنى مع بعضها لتعود إلى التعادل لا يمكن أن يولد مثلا جسيم مادة بدون أن يولد مقابله جسيم ضريد مادة ليساويه لأن هناك توازن يجب أن يجري الحفاظ عليه فإذا ولدها لفترة بسيطة جدا جسيم مادة وضريد مادة معا ثم التحمام مع بعضهما وأفنيا بعضهما فأن الطاقة التي سحبوها من الفراغ لتوليد الجسيم وضريد الجسيم يعيدونها إلى الفراغ بعد انفجارهما والتحامهما اندماجهما مع بعضهما البعض وفنائهما فهذا معروف في الفضاء بشكل عام حسب النظرية الكمية طبعا وهذه النظرية التي كانت أينشتاين على نقيضها ويعارضها طبعا لكن أثبتت أيضا التجارب صحتها على المقياس الصغير بينما أثبتت صحة نظرية أنشتاين على المقياس الكبير لكن لا يوجد توفيق بينهما لا يوجد طريقة للجمع بينهما حتى الآن على كله وهذا ما يجعله طبعا من الصعب بالنسبة لنا أن نشاهد ما يجري ضمن السنجولاريتي أو النقطة الصغيرة في مركز سوق الأسود أو نعرف بالحسابات أو نتنبأ تنهار الفيزياء عندها لأنها إذا طبقنا عليها نظرية الكم فإننا نحصل على نتائج متطرفة بالجهة وإذا طبقنا النظرية النسبية فنحصل على نتائج متطرفة بالجهة المعاكسة تماما فلن ندري أي نتائج أصح فنحصل على عدم تعيين في الرياضيات هذا ناتج طبعا لأن النقطة هذه كتلتها هائلة جدا 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 وبالتالي عند الكتلات الهائلة نحتاج قوانين نظرية النسبية ولكن حجمها صغير جدا جدا أصغر من الذرة بكثيرا بكثير أصغر من الكوارك حتى فهذا يؤدي إلى أننا نحتاج لتطبيق نظرية الكم عليها فعندما نضطر لتطبيق النظريتين معا النظريتين تتعارضان في داخل الثقب الأسود وبالتالي لا يمكن للفيزياء اليوم معرفة ما في داخل الثقب الأسود وهذه التجربة طبعا خطوة للمساهمة في معرفة أين حدود الدقة والخلل في كل من النظريتين للموافقة بينهم نعود للشرح نعتبر أن هذا السواد هنا هو الثقب الأسود أو أفق الحدث للثقب الأسود هذا الخط الأصفر هو الثقب الأسود الفعلي يعني الحجم الفعلي لكن كما نعلم أن هذا السواد حوله هو الجهة الخلفية منه المتكررة كما شرحنا سابقا في البث يمكنكم إعادته ومعرفة تالي على كل إنه إذا ولد جسم هنا في هذه المنطقة تولد جسم عنده أفق الحدث جسيمين جسيم مادة وجسيم ضديد كان واحد منهما أقرب إلى الثقب الأسود داخل الثقب الأسود وواحد الآخر خارج الثقب الأسود يعني بشعرة بسيطة بأبعاد ذرية الذي ولد داخل الثقب الأسود سيجذبه الثقب الأسود ويبتلعه إلى الداخل والذي ولد خارج الثقب الأسود سيخرج برد الفعل طبعا بسرعات هائلة جدا إلى الخارج فهذا الفوتون أو الجسيم الذي خرج إلى الخارج هذا عبارة عن إشعاع يخرج من أفق الحدث للثقب الأسود ليس من داخل الثقب الأسود لكن من سطح أفق الحدث تماما من قرب أفق الحدث فيخرج هذا الإشعاع هذا الإشعاع تدريجيا عندما يخرج هو فعليا يعطي مادة يعطي طاقة للكون يشعها الثقب الأسود وهي إشعاع هاوكينج الذي اكتشفه هاوكينج لكن هذا على حساب ماذا؟ على حساب أن ضديد المادة دخل إلى داخل الثقب الأسود وضديد المادة داخل الثقب الأسود يفني نظيره من المادة ضمن الثقب الأسود وبالتالي يؤدي لفناء جزء من المادة ضمن الثقب الأسود مكافئة لضديد المادة التي دخلت هذا الإفناء يؤدي لتصغير تبخر جزء بسيط جدا من الثقب الأسود لكن تخيلوا أن هذا يحدث بمليارات المرات على مساحة هائلة جدا لسطح الثقب الأسود هذه العملية تسمى بالتبخر فابتالي الثقوب السوداء تتبخر تريجيا وتضئل ما لم تبتلع بشكل دائم يعني إذا الثقوب أسود لم يكن حوله نجوم يبتلعها بشكل دائم فإنه تريجيا يتبخر ويصغر حتى يصل لمرحلة ينفجر فيها ويختفي لكن حتى الآن لا يوجد رصد لانفجار أحد الثقوب السوداء بهذه الطريقة لكن يوجد رصد لإشعاع هاوكينج أعتقد نعود للأسئلة راح يتم الجمع بين النظرية الكمية ونظرية نسبية إذا تم اكتشاف الغرافيتون وردي سيكتشف الغرافيتون هو جسيم نظري صريقي معتز حسين يعني لم يوجد حتى الآن نظريا هو يعطي حل لكن أيضا يقدم مشاكل يعني يعطي مشاكل أخرى يعطي حل رائع لكن ليس هناك تجربة أو دليل حتى الآن يثبته يعني نحتاج إلى دليل نحتاج إلى تجربة نحن نتحدث بالعلم فبرع أن نظرية النسبية أثبتتها عدة ألاء يعني مئات التجارب السابقة أثبتتها بشكل شبه قطعي لكن أجرى العلماء هذه التجربة اللي يتأكدوا أنها أوكي تعمل في الكون في النظام الشمسي النظرية النسبية ممتازة تعمل بشكل ممتاز النظرية النسبية تعمل على مستوى المجرات على مستوى التوسع الكوني على مستوى الأناقيد المجرية لكن هل تعمل عند ظروف جدا جدا صعبة وكتلات هائلة جدا حقول ثقالية شديدة جدا ومغناطسية شديدة أيضا يعني هنا نحن تجنبنا للتبسيط والتجنب التعقيد لم ندخل في الحزبان التعقيدات المغناطسية لهذا الموضوع يعني هناك تعقيدات للحقول المغناطسية العنفة للتداخل فيها حقول الحق المغناطسي للثقب الأسوات هذه الأمور تجعل يعني هناك شك أن ربما النظرية نسبية لا تنطبق بشكل مثالي هنا فأجل العلماء هذه المحاكات وأجل التوقعات وأجل التجربة فوجدوا أن التجربة توافق لحد كبير جدا ومفاجئ النظرية نسبية ليست كذبة أبريل صديقي محمد الحربي هي فعلا نظرية تاريخية يعني هذه اللحظة الآن هي لحظة تاريخية من تاريخ البشرية يعني لا أدري كيف يمكنني تأكيد هذا الأمر أكثر من هذا الأمر جدا مهم لكن هذه مثلا طرق تولد الثقوب السوداء تتولد عن طريق انهيار النجوم لنواة النجوم أو عن دفجار السوبرنوفا أو نجم المتفجر العملاق أو عن طريق انهيار نواة النجوم أو نواة غيرها مثلا الأقزام البيضاء أو النترونية لو ابتلعت أو صدمت بعضها ببعض فاتشكل السنجولاريتي في الداخل وتشكل حولها أفق الحدث فهذه طبعا من مشروحات الكوازار طبعا لم أرد أن أدخل في تفاصيله هذه أيضا الموجات الثقالية التي اكتشفت منذ السنة الماضية كانت أيضا خطوة عملاقة المشاريع بما أننا كل ما نرسله حول الكون هو بالأمواج الضوئية أو الأمواج الفوتونات أو أمواج الراديوية التي هي نوع من أنواع الضوء الذي لا يمكن أن نراه يعني الراديو وموجات الراديو هي موجات ضوئية فوتونات ضوئية راديوية هذا الراديو والضوء هو يعني نفس الموجة نفس الطبيعة نفس الشيء لكن باختلاف طول الموجة طول الموجة فيها يختلف بشكل كبير ونحن نرصد فقط أطوال موجية محددة بأعيننا على كل هذا كل ما نستطيع أن نرصد الكون به حتى سنوات قليلة منذ سنوات ونتيجة لتنبؤ نظرية نسبية لأانشتاين أن الالتحامات الكبيرة للثقوب السوداء يجب أن ينتج عنها تموجات تخيلنا طبعا سطح الزمكان فعندما يصطدم فيه ثقبين أسودين والتحيمان بعضهم وبعض فأن الجورة التي يحفرها أو التي يشكلها الكتلة الهائلة لكل من الثقبين عندما تتحد فأنها ستشكل تموج تماما كما تتموج سطح الماء عندما يسخط فيه مثلا حجر معين وتنتشر هذه الموجات هذه الموجات بانتشارها طبعا جرى تجربة جدا جدا ذكية ومبدعة عن طريق التداخل الموجي لا أدري لماذا لساني معقود في اللغة الإنجليزية الآن لا أستطيع لفظ الكلمات ربما من الإرهاق أعذروني لذلك لكن التداخل الموجي عن طريق تداخل الموجات الليزر على أبعاد طويلة جدا مثل مرصد ليغو مثلا أو غيره قاموا بحساب هذه الموجات واستنتجوا وتنبأوا بوجود التحامات والصدامات بالثقوب السوداء تشاهد هنا كيف تصلم هذه الثقوب السوداء بعضها مع بعض وتشكل ثقوبا أضخم هذه مثلا بحجم أربعين أو أقل من أربعين بقليلا كتلة شمسية هذا كتلته بكتلة أربعين مرة من كتلة شمسنا هذا مثلا بثلاثين مرة يذمجان يتشكل ثقوب أسور بكتلة ستين مرة مثلا وهناك جزء من الكتلة يضيع على شكل طاقة لأن هذه تنتج طاقة هائلة تنتج كميات من الذهب والمعادن الثقيلة واليورانيوم وغيرها من المعادن الثقيلة جدا بكميات مخيفة وهائلة جدا تخيل أنك ألاف أضعاف حجم الكرة الأرضية من الذهب تنتجها هذه الاصطدامات طبعا أشكر جميع المتابعين وأعتذر عن من فاتني الإجابة على سؤاله لأن الأسئلة كانت كثيفة جدا وكان هناك أيضا جزء من التشويش عليها أعتذر عنه أيضا عادة ما يكون النقاش علمي وهادف أكثر في البثوث الخاصة بغاية فضاء أستروغيت طبعا نعود إليكم الليلة في إطلاق فالكون الثقيل فالكون هيفي حامل سات العرب سات وهم السوات المتطورة جدا سنشرح عنه في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت العالم الوحد سنضع رابط البث في الأسفل في الوصف وسنضع أيضا رابط التوقيت لمعرفة التوقيت حسب الوقت الخاص لكل شخص منكم وسنضع روابط له في الواتساب والتيليجرام والفيسبوك وغيرها من هذه الأمور طبعا تحية لجميع المتابعين لجميع المتابعين لجميع المتابعين والذين شاركوا وقاموا بالتفاعل مع هذا الحدث التاريخي الهام مني أنا محدثكم رامي عماد ومن فريق أستروغيت بوابة الفضاء كاملا وأخص بالذكر أنس طارق سمر غانم روان زيدان طبعا وغيرهم من من ساعدوا طبعا ويساعدون في بثوس أخرى غير هذا البث الحالي انتظرونا في البث القادم مساء اليوم أو ليل اليوم شكرا لجميع المتابعين ونراكم في بث قادم طبعا لا تنسوا أبدا لا تبخلوا بالإعجابات ومتابعة الفيديوهات السابقة واللاحقة والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ودعمنا على الفيسبوك وعلى التويتر لا يوجد لدينا متابعين كفاية على التويتر لا يوجد لدينا متابعين كفاية لننشر هذا العلم وننشر هذا المحتوى فأرجو منكم القيام بنشره والمساعدتنا في هذا المجال وشكرا لكم مرة أخرى كان معكم رامي عماد لأستروغيت بوابة الفضاء